يا صباح الخير والأمل والسعادة على أحلى داكاترة في الدنيا داكاترة الثالثة سنوي علم معلوم ومعاكو دكتور مينا حنة وفي حلقة جديدة وهنكمل رحلتنا في الهرمون طبعا يا شباب احنا اتفقنا الحصة اللي فاتت وتعلمنا ايه هي كانت فكرة الهرمون والهرمون هي كانت مادة كيميائية بتفرز من اندوكراين جلاند غضة صماء ودي كانت نوع من أنواع الغضد اللي أنا عارفها ودي كانت غضة مميزة لها انترنال سيكريشن وكلمة انترنال سيكريشن يعني بتصنع الهرمون لكن ما عندهاش ضقت ما عندهاش خراطيم توصل به الهرمون فكان الدم هو المسؤول عن النقد بتاعها وهي دي كانت الفكرة بتاعتنا وفهمنا اكتشافنا مع الهرمون ان كان ابتدت بكلوب برنارد او عند حركة ستارلينج وانتهت بالمودرن ساينس ريسورجيز تعالى بعد دلوقتي نفهم الغضد بتاعتنا ايه هي ونفهم ايه هي الهرمونات والنهاردة هنحكي على غضة مهمة جدا وهي البيتوتري جلانزا سريعا كده قبل ما اقول اي حاجة لا للتنمر انا مش قصدي اي حاجة عشان ما نروحش الستين داهية مع بعض احدش يمسك عليها فيديو وقولك دكتور مينا بتنمر فتعالى بقى اني ابتدي واحدة واحدة كده مع بعض قصتنا ابتدت ايه والشاطر اللي يوقع في الفيديو ويحفظ معي انا عايزك تطلع حافظ كويس قد ما انت فاهم هتريح نفسك كتير قوي الهرمون مش محتاجة الصياح وعبطة جدا بص يا سيد احنا بنحكي عن ايه بنحكي عن الجلانز الاندوكراين جلانز طب انت يا دكتور مينا ايه الغدد بتاعتنا اللي احنا هنحكي عليها طيب بص يا سيد احنا بداية قصتنا كالاتي انا بتكلم على اهم الغدد دي مش كل الغدد اللي في جسم الانسان طبعا هي كل واحدة نحكي بالتفصيل ولكن دي معلومات عامة كده عنهم طبعا اللي جاي هيبقى تفصيل اول غده عندك وهي البيتوتري جلاند اللي احنا هنتكلم عليها الماستر او الماسترو ودي دايما بتكون موجودة في قاع المخ متصلة بنوخالبك دي الغدد الوحيدة اللي على اتصال مع المخ بتكون بلوزابرين تحت المخ عند حضرتك ومتصلة بمنطقة مهمة جدا اسمها الهايبو ثارمس وهنفهم الكلام ده كله مع بعض وهيبو ثارمس دي البنوقة هي منطقة تحت المهاد او تحت المخ طيب وعندي بعدها ودي الحصة اللي بعد النهاردة اسمها الغدد الدراكية زي ما بنتكلم عنها ودي موجودة في طبعا النك بالنسبة لي موجودة قدام التراكية اهي بتكون هنا عند حضرتك ودي بتكون هنا بالنسبة لي وعندي حاجة اسمها الباراثايرويد اللي بنقول عليها الجار دراكية يعني جران ثيرويد ودي بتكون الفصوص عمي الثيرويد جيلاند ودي at both sides of the track heart behind the thyroid gland يعني يكون موربة للثيرويد جيلاند ابقى تانى ahora اما رسله بين القصة ا MLB اللي موجودة في الرقبة. عندي البرة اللي جنب السيرويد بالنسباني. عندي حاجة اسمها الادرينال او السوبرا رينال. واخلي بالكلمة رينال كده معنا. يعني بولي. يعني الكلة. ادرينال يعني فوق الكلة. دي معناه. او سوبرا رينال يعني فوق الكلة عندي. ودول بيكونوا غضتين على كل كلة عند حالك. وعندي برضو البنكرياز. طبعا ده الكبير بتاعنا. الطب بتاعنا. اهو ادي الادرينال او السوبرا رينال. وادي البنكرياز عند حضرتنا. طبعا البنكرياز حدثوا الحرك بالاقصص كتير جدا من ضمنهم وامهم الانسولين عندي. وده يعتبر في البنكرياز بيكون في البطن. عن الحرك زي ما هنعرف قدام. وعندي غضة ما ثايمس. دي يعني اتكلم عنها كتير قوي في شابتر المناعة. ودي بتكون عند او ورا عند حضرتك بتكون هنا بالزبط عادي. ودي بتكون في في الرقبة او في عند في اخر الرقبة ورا السترنم فاكر السترنم الفلات هنتكلم عنك كل الكلام ده قدام عندي. واخيرا وكلمة يعني اعضاء التقاصر. ودول عند حضرتك بالنسبة لنا يعتبرهم اتنين. الاوريز والتيستس طبعا ايا كم من فيهم. فهو دلوقتي يبتدى يفاهمني ان في معلومات عندي كتيرة عن غدد منتشرة في كل انحاء الجسم وملهمش علاقة ببعض مباشرة. لكن زي ما هنشوف ما قدام في رحلتنا النهاردة والحصة الجاية على قدم هم مش متصين ببعض على قدم الهرمونات بتلاغي بعض بيشتغلوا مع بعض زي ما هنشوف قدام. وهي دي بداية الرحلة اللي احنا وصفناها يبقى تاني. يبقى احنا رحلتنا في الشابتر ده عبيد جدا ان كان الحصادي او اللي جاي او اللي بعدها وعمر الشابتر ده كله اربع حصص. انت بتكلم على مجموعة من الغدد في اماكن محددة في الجسم وليها وظائف مهمة. طيب احنا هنحكي عن مين بقى? هنحكي عن البتيوتر جلاند. ولكن قبل البتيوتر جلاند في معلومات في بنك المعرفة مهمة قوي عن غدد اسمها الثايمس جلاند. طيب انا مش عايز صياح او لغبطة. الغدد دي معلهاش كلام خالص في الشابتر ده. ليه? لان فيه شابتر مخصوص عن المناعة. وده شابتر فور ان شاء الله في الترمي التاني مع بعض. ولكن عايزك تفهم كم معلومة بس عنها الاول دي تهمني اولا. اولا بتعتبر مقودة فين? ورا اللسترنم. فاكر اللسترنم الفلات. الفلات بوني اللي في السدر. فعلا بص كده ما دي تبص عليها. اه دي اهو دي منطقة الايه? السدر. فهي بتكون ورا اللسترنم. بهاين اللسترنم. دي المعلومات اللي بس عايزك تكون عارفها دلوقتي. بتكون خلف اللسترنم. بتكون هنا بالزر. فوق القلبة على طول. هنا. فهي دايما عندي الغدد دي بتكون ورا اللسترنم هنا. طيب كلام جميل. الغدد دي فيه حاجة غريبة جدا. مع مرور العمر بيجي لها دمور. بتصغر. يعني كل ما بكبر حجمها بيصغر. ووظفتها بتقل. وبتكون كبيرة جدا في الاطفال. نعم يا دكتور مينة? يعني انا انا دلوقتي كمينة حنة. عندي خمسة وتلاتين سنة. هي عندي صغيرة? اه. لكن في كارلوس وميريام ولادي لسه عندهم تلات سنين. حجمها كبير? اه. ليه بقى? لانه هو وظفتها بتبقى في بداية حياتنا. لما بتبتدي تشغل المناعة. هنفهم قدام وده شابتر فور ان المناعة بيحصل لها حاجة اسمها نضج. اني عندي في بداية رحلتي او بداية عمري اول فترة في عمري المناعة لسه مشتغلتش. واحدة واحدة بتنضج بتشتغل. فبعد ما اشتغلت كده وظفتها انتهت. هي دي الفكرة. فهي دي قصة ان هي لها وظيفة في بداية رحلتي او في بداية حياتي. انها بتساعدني على صناعة الويت بلوت سيلز او تنشيط الويت بلوت سيلز. هاي دي الفكرة بتاعتها. فعشان بس ابقى فاهم دي النقط اللي تهمني دلوقتي. لكن بعدين يا دكتور مينا انا كده كده فاهم ان انت هتفاهمني كل ده في شابتر كام? فور. الله يفتح عليك. ده شابتر فول. لكن كل عايزك اعرفه. لو قال لك اديني غده في انا كقاضلت مش شغالة او حجمها صغير تقول لي السايمس جلاند. غده حجمها كبير في الاطفال وشغالة في الاطفال تقول لي سايمس جلاند. يبقى دي معلومة مهمة بس لحد دلوقتي يكون عارفة. ان في غده واحدة وانا بقبر هي بتصغر وبتضعف. بيجي لها دمور. اهي. يبقى تاني يبقى هي موجودة فين? هي موجودة ورا السترنم. ودي عند حضرتك. كل ما بقبر منساش. حجمها بيصغر عندي. وحجمها كبير جدا في الاطفال الرضع عندها. بعدين هنعرف انها بتنتج هرمون مهم جدا اسمه الثايموسين هرمون او التي هرمون. وده اللي بينشط الخلايا المناعية. اهو ده ليدور مهم جدا في في جهاز المناعي. بينشط جهاز المناعي. اكتر من كده مش محتاجين ومش محتاجين ضايع وقت فيها لان اوريدي هيبقى لها اربع حصص بنحكي حكاية المناعة ازاي شغلة في الجسم. يبقى هو ده كل اللي محتاجك تعرفوا ببساطة جديدة. لو هيسألك سؤال عنها في الهرمون هيقول لي ايه الغدة اللي كبيرة في الاطفال وصغيرة في القبار. ايه الغدة اللي بتفرز السايموسين هرمون. ايه الغدة اللي ورا السترنم. ايه الغدة اللي يعلقى بالمناعة? سايموس جلان. اكتر من كده مش محتاجين. فهمتوها يا شباب? يبقى ده انه سريعا في معلومة مهمة جدا عن السايموس جلان ان هي فين ورا السترنم. فعقفوا عند حضرتك في الستر. دايما بتصغر مع العمر. كبيرة في الاطفال. صغيرة في الكبار. بتفرز سايموسين هرمون اللي يليه علاقة بتنشيط المناعة. طيب تكملة بقى للقصة. يلا بينا بقى نخش في حكايتنا. ويلا بينا مع الماسترو. البتيوتر جلان دي ليها قصة غريبة جدا. بنقول عليها الماستر او الماسترو. دي كلمة مهمة جدا. يعني هي اللي بتعزف لحن الهرمون. هي اللي بتتحكم في الهرمونات. يعني هي غدة بتتحكم في غدد تاني. يا لهوي. اه طبع. نخيل بقى القصة? يعني هي اللي بتعزف هي اللي بتزبط. تقول لك انت اشتغلي. انت ما تشتغليش. انت تزود. انت تقل. بتعزف. بتزبط اللح. بتزبط نسب الهرمون في الجسم. يا دي مهمة جدا. وعشان كده ليها حصة الواحدة احنا النهاردة بنتكلم عنها. بقى تاني. يبقى البتيوتر جلاند. لما نيجي نتكلم عليها خلي بالك. من اهم الغدد اللي في جسمك. فعلا حاجة بالزبط يا دكتور. حجمها قد اللوزة المؤشرة. بس غننا جدا جدا جدا. بس دي تخليك عندي حرارة من طفل لبالغ. من ولد لبنت. ومن البنت الولد. دي دي اللي تخليك تجيب لبن. ايوة تجيب لبن. دي دي ممكن تشقل بحالك. تخليك يا طويل يا قصية. نعم هي اللي بتعمل كل حاجة. عشان كده هي مميازة جدا. بتشتغل على كل حتة في الجسم. وبتتحكم في غدد تانية. بتتحكم في بقية صحابها. عشان كده لما نيجي نحكي بقى. كصة البتيوتر جلاند. بوس باي قولك ايه. بوس الفني. او اللي هي بقى. يعني هي بتتحكم في معظم الغدد. وخلي بالك من كلمة معظم. يعني مش كل يعني في حاجات ما ينفعش تتحكم فيها. دي حقيقة. هورها لك في الاخر. يبقى هي ليه الماستر. لان دي لو مش شغالة. في غدد كتير مش هتشتغل في الجسم. هي اللي تقولي الهرمون ده يخرج او الهرمون ده ما يخرجش. فعشان كده بنقول عليها الماستر او الماسترو. وكلمة ماستر يعني الاساس. هي الاساس. فعلا. هي هتقول مين يشتغل ومين ما يشتغلش. من الغدد بتاعتي. طب هي بتحكم في كل الغدد؟ لأ معظم الغدد اللي في جسم. يعني مش كل السبعة بتتحكم فيه. طيب فين بقى? هي في قاع المخ. وده اللي بيخليها على فكرة قوية جدا للمتصب المخ. الغدد الوحيد للمتصب مخ. اهو. ادي يا باشا البريين. هي فين? من تحت البريين. هي تحت المخ هنا. في منطقة اسمها ايه بقى? هايبو سالما. هايبو سالماس كمعنى جملة دكاترة يعني تحت المهاد. او بنقول عليها تحت السرير. تحت السرير. يعني هي مستخبية تحت سرير. افهم. هي قصد كلمة تحت سرير يعني تحت المخ. تحت قعدة المخ. اهي. بصوا المنظر ادي البريين اهو. اهو. ده البريين. كل ده البريين عندي. اهو. هي بقى فين? تحت. اهي. حتة دي. شايفت? تحت المخ. المنطقة دي اسمها الهايبو سالماس. اهي. تحت المهاد. يعني هي في قعدة المخ. اهي. بنيث زابرين تحت المخ. عندنا حضرت. متصلة بمنطقة مهمة جدا. اسمها الهايبو سالماس. وخلي بالك معنى كده انها بتتصل بالمخ. يعني في خلايا عصبية متصلة بيها. صح. صح كده انتوا بتفهم. يبقى تاني. يبقى احنا بنحكي حكايتنا في البتوتر جلان. الماسترو. الماسترو. بتلحن. وبتعزف. بتزبط نغمة الهرمون في الجسم. بتزبط نسبة الهرمون في الجسم. وده لانها بتتحكم في غضة تانية. هي فين يا دكتور مينا? تحت المخ. بينيث زابرين. متصلة بجزء من المخ اللي تحت اسمه ايه? هايبو سالماس. حلو قوي. تعالى بقى نفهم الغضة دي قصتها قبل ما نفهم هرمون. ايه ده يا دكتور مينا? ايه تقل ايه? ما تخافش. اتكيف. بش باشي. الغضة ديها ده كاترة ليها تلت فصوص. الغضة دي فيها كان فص. تلت فصوص. ورقبة. اه. رقبة? اه. تانية. كم فص? تلت فصوص. ورقبة. مش فاهم يا دكتور مينا. افاهم ساعتك. بص كده معي. ادي الفص الامامي. ادي الفص اللي في النص واده الفص اللي في الاخرى. بص كده. لو ركزت معي ده بنسمي الانتيريور لوب. ده الفص الامامي. هما في الاخر سلي لوبس. ركز عشان هقوليك في الاخر صورة لازم تيجي في الامتحان. موجودة ببنك المعرفة مهمة. ده الفص الايه? الامامي. اهو. ده. اللي من قدام اهو. حلو. في بقى فص في النص اهو. ده بنقول عليه. ميدل لوب. حلوة اوة. في بقى بص بقى خدني على هدي. فص خلفي. اهو. ده بنقول عليه ايه بقى? بس خد لبالك. الفص الوحيد. اللي ليه رقابة? الانفاق. عنده حركة بستيري لوب. ورقابة يعني. ان فاندبيلم. عنق. ان فاندبيلم. ركز معي عشان كل الكلمات العلمية دي نستلمها في كل الشباتر. او. رقابة. عندي فيه رقابة. هي دي الفكرة. تاني. بص عبيطة جدا. واحدة واحدة من الاول. الغدة دي كان فص. تلات فصوص. واحد قدام. واحد ورا. ومين في النص الميدل لوب. بس التلات فصوص فص واحد بس منهم ليه رقابة من فوق. السؤال بقى هنا يا دكتور مين. هي الرقابة دي مسكة في مين? الله يفتح عليك. مسكة في المخ. مسكة في المخ. اللي هي الهايبو ثالمس. المخ. البرين. الرقابة دي مسكة في المخ. يبقى تاني. بركز بقى معي واحدة واحدة. تاتا تاتا. ان القصة هي. قصة بلوين هي لك ايه. بالمنظر ده. لما ايجي حكي تاني طبعا يا راس ما دي مش علميا صحة بس دي كروكي عشان بس تفهم من معنى. اني عندي الفص الامامي واللي في النص مع نفسه. والخلفي معه رقابة مكملة للمخ. عشان كده لما نيجي ببص. البيتويتر جانت مقسومة نصين. نص عبارة عن الفص الامامي واللي في النص. وده لونه ما نمش دعوة بالمخ خالص. ونص تاني اللي هو وراء. بالعنق متصل بالمخ. تاني. بص كده معايا اهو. تاتا تاتا اخو ده مسلا لون ايه لون ايه لون ايه اهو. مسك. بص كده معايا اهو. كل ده لوحده. وده لوحده. ده لوحده وده لوحده. فهمت المنظر? تاني. بص المنظر? ده حاجة وده حاجة. اني انا عندي الانتيريور. الفص الامامي. واللي في النص. اللي اتنين دول ما لهمش دعوة بالمخ. فمقابل الفص اللي وراه. بالعنق متصلين بمين? بالمخ عندي. هي دي الفكرة اللي هو بيوصفها. ده حاجة وده حاجة. عشان كده لما جم وصفوها. بص بقى الفن والحلوة والجمال. قال لك ان البوستيريور لوب. والانفانديبلم. هما اللي اتنين متصل بالمخ. فبنقول عليها ايه بقى? بص دي. نيرو هايبوفيسس. نعم. نيرو هايبوفيسس يعني الشق العصبي. ده الجزء العصبي. اللي في الغد. ده الجزء اللي متصل بالمخ. بخلايا العصبية بتاعة المخ. ده اسمه نيرو هايبوفيسس. يبقى نيرو هايبوفيسس هو الفص اللي ورا بالعنق بالمخ. لكن تعال على اللي قدام ده بقى. اللي قدام ده ملوش دعوة اصلا بالمخ. فبنقول عليه بص بقى. ادينو هايبوفيسس. ادينو هايبوفيسس. يعني الشق الافرازي. يعني ده ملوش دعوة بالمخ اصلا في اي حاجة. ملوش دعوة باي حاجة عصبية. ده مين بقى? ده عبارة عن الانتيريولوب والميدل ايه? لوب. طب هتقول لي يا دكتور على مينة انا شايف فيه كلمات كتير اوي حاسنا اطلق بط. اقول لك ازاي تحفظ يا باشا. بص. شايف حرف الايه ده? ايه انتيريول ايه انتيريول تاني ايه انتيريول والد اللي فى النص فيديل. يبقى في تكارها دايما. اهو ايه دي الايه انتيريول الايه انتيريول والد اللي فى النص فيديل. يبقى تاني واحدة واحدة احنا رسمنا سكيدش كده الغدة بسيط جدا جدا جدا. من الاول دكتور مينا انت فاهمتاني ان البتيوتري جلاند هما ثلاث فصوص ورقبة. الفص اللي قدام واللي في النص ما لهمش دعوة خالص بالمخ. طب واللي ورا ماسك في المخ بالرقبة بتاعته. فبقى عندي نصين او جزئين في الغدة. اللي قدام واللي في النص ما لهمش دعوة بالمخ خالص. ده منقول عليه. دينوهايبوفيسس. دينوهايبوفيسس. اسمعك ها؟ دينوهايبوفيسس. وايه الانتيرير ويددي اللي في النص ميدل. فادينوهايبوفيسس انتيرير وميدل. طب والعصبي النيرو سهلة. العصبي اللي ماسك في المخ. طب وانا مين اللي ماسك في المخ. اللي قدام ولا في النص ولا ده ولا ده. ام المين? اللي ورا. البوستيريور بالعنق بتاعته. الانفانديبيلم. عشقيا بوص بقى معي الصورة دي اهو. لما جي يتكلم في البتويتر ايجلاند قال لي ايه؟ اول حاجة الجزء الافرازي. والادينوهايبوفيسس. الايه؟ انتيريور. والدي اللي في النص ميدل. تاني. الايه؟ انتيريور. والدي اللي في النص. يعني الانتيريور والميدل هما الاتنين مع بعض مع بعض. منهوش دعوا بالمخ. يعني الجزء الامامي او الفص الامامي واللي في النص. منهوش دعوا خالص بالمخ عندي. مفيش اتصال مباشر مع المخ. لكن تعال استن. النيرو. النيرو يعني عصبي او عصبي. قال لي ده مين؟ ده الجزء الخالفي. البوستيريور. ويماسك بالرقبة بتاعته فين؟ بالهايبوفيسسس. هاي دي الفكرة. يبقى فيمتوها؟ فهمنا. يبقى تاني واحدة واحدة كده بقى معي. يبقى قدام وفي النص وورا. اتفقنا مع بعض. القدام والنص ما اللي همش دعوا بالمخ. واللي وورا ماسك في المخ بالرقبة بتاعته. فبقى البوستيريور لوب بالإنفانديبلم نيروهايبوفيس. لانه متصل بالمخ. والانتيريور والميدل دينوهايبوفيس. ده ملوش دعوا بالمخ. يبقى تكملة للقصة عشان لما نرسم رسمتنا يبقى تاني يبقى البتيوتري. شوف انا باكتبها لك اهو. البتيوتري جلاند ها اكتب معايا. تلات فصوص. ايه هم التلات فصوص? اكتب معاك اهو. انا عندي اللي قدام واللي في النص. ما اللي همش دعوة بالمخ. ده بنقول عليه ايه? ها? قدام انتيريور. وفي النص الدين اللي في النص ميدل. فده بنقولها ها? ادينو هايبوفيسس. وفتكر الايه? والدي. الايه اللي قدام انتير. والدي اللي في النص الميدل. طب استنى. وعندي فص من ورى. عندي فص ايه? من ورى. اهو. خلفي. وده لي ايه? رقابة. الفص الخلفي بالرقابة بتاعته مسكة في مين بقى? الرقابة دي مسكة في المخ. فبنقول عليه ايه? عصبي. نيرو هايبوفيسس. نيرو هايبوفيسس. عشان كده هو هنبقى قسم الحاجتين دوله فاهمك. ان في حاجات افرازات هتيجي من ورى وافرازات هتيجي من من قدام. في افرازات عند حلوتك. بالنسبة لي هتخرج من الانتيريور والميدل. وفي افرازات تخرج من البوستيريور. طب تعالى بقى نشوف الصورة اللي انا عايز اوريها لك بقى. انت قلتلي خلاص انا معي الثلاث فصوص. ده كان اتفاقنا. اللي قدام واللي في النص ادينو هايبوفيسس. والخل ورى بالرقبة بتاعته نيرو هايبوفيسس. تعالى بقى ارسم لك رسمة مهمة قوي. ودي اللي موجودة عندك في كتاب مدرقة ومش كتاب مدرسة كمان بنك المعرفة. اهلا. عايز اوريك حاجة مهمة قوي. وخلي بالك منها. دي الصورة. دي البتيوتر جلاني. دي الصورة الحقيقية لها. خلي بالك الرسمة اللي رسمتها في الاول دي كانت الكروكي. فص امامي وفص خلفي وميدل في النص والرقبة شبكة فين بالبوستيريور لفوق. لكن تعالى بقى نص على الصورة الحقيقية دي. السؤال هنا. انت قلتلي الرقبة مع مين? مع اللي قدام ولا مع اللي وراء? مع اللي وراء. اه. يعني ده اللي وراء. ايه ده ايه ده يا دكتور مينة ازاي? ده انا شايفه. ما هقولك. اهي. ايه دي? الرقبة. اللي مسكة فيه من قدام ولا من وراء? من وراء. ما هو? انا ايهالك. الرقبة مسكة من وراء في البوستيريور لوب مع المخ. لكن الانتيريور ميدل مش مسكين في حاجة بشرة. يبقى خلي بالك بقى هنا. يعني ده البوستيريور لوب. اه. اللي قدام اي سوري ده بسلوب لوب اللي وقع ودي مين ده الرقبة اللي اسمها انت فاندي بيلم او الرقبة اللي ستوك وده مين الهايبوثالماس تاني بس انا بركز معاك بنوضع بقى كلام انت قلتلي وفهمتني واحدة واحدة تاتات الصورة الكروكي دي انا عندي من قدام الانتيرير وفي النص الميدل ملهمش دعوا باي حاجة ملهمش دعوا بالبقو دول كلهم اسمهم ادينو لكن اللي ورا لرقبة مسكة فوق مع المخ اسمه نيروهايبوثال فلما تيجي بص برقبة يبقى ده ودي يبقى معنا كده يا دكتور مينة دامين الله يفتح عليك ده ده الانتيريور ده الانتيريور لوب طبعا هو الميدل ما بيبنش اللي بيقى في النص ايه بينهم فبقاش واضح طيب بصوا بقى الصورة انا عايزة افنن معاك فيها دي خلية ايه عصبية ايه ده ايه ده ايه ده دكتور مينة ده انا مش فاهم انت بترسم الخلية العصبية اللي في المخ بتكمل في العنق لحد البستيريور لوب صح عشان كده هنا بقى اللقطة بصوا بقى لما جوم يبصوا مين عمل ايه لما جينا نركز مع بعض يا دكتورة لقينا ان الانتيريور لوب هو اللي بيصنع هرموناتو بنفسه ملوش دعوة بالمخ مش متصل اتصال مباشر مع المخ عشان كده لم اقولك الادينو هايبوفاسس بصوا بقى الحتة الجاية الجميلة دي produce and secret او produce and release يعني هو اللي صنع هرمونه وهو اللي خرجه فيين في الدم لكن تعال لننحق التاني اللي صنع الهرمون المخ وعداه فين في الانفانديبلن وخرجه من البستيرلوب يبقى البستيرلوب ما صنعش الهرمون هو خرج الهرمون من خلاله تاني بس بقى الحتة دي الخلية دي دا كاترة اسمها نيرو بس بقى الحتة دي secretory ايه دا ايه دا ايه دا يعني انت بترجع بترجع وظيفة الافراز ليها هي اللي عملت الهرمون يعني المخ هنا هو اللي عمل الهرمون وخرجه من خلال الرقبة والبستيرلوب عشان كده نيرو هايبوفيسس مقدرش اقولك ان الشك العصبي او الجزء الخالفي صنع الهرمون ملتقول عليه ايه بقى بس بقى دي store و release يعني هو فيه الهرمون لكن مش هو اللي صنع الهرمون يبقى دي حتة مهمة جدا تركز فيها يبقى اللي حصل تاني من الاول خليك ذاكي وافهم حتى ببنك المعرفة البتيوتر جلاند كان فص تلت فصوص يا دكتور مينة اللي قدام انتيريور واللي ورا بستيريور ومين في النص الميدل اتفقت معاك الانتيريور والميدل ما لهمش دعوة بالمخ مع نفسهم بنقول عليهم adeno hypophys adeno hypophys الانتيريور ويدديني في النص الميدل دول ما لهمش دعوة بالمخ خاص دول بيصنع هرموناتهم بنفسهم وبيخرجوها بنفسهم لكن تعال على اللي ورا اللي ورا مين اللي ورا البستيريور لوب اللي ليه رقبة اللي ماسك في المخ البستيريور لوب اللي ماسك في المخ ده ايه بقى قصته ده اسمه نيرو hypophth طب ايه نيرو هيبوص جزء عصبي لانه متصل بالمخ فيها هنا الاعصاب هي اللي بتصنع الهرمون وبتعدي تعدي في infantibulum وتخرج من البستيريور لوب عشان كده في البستيريور لوب بنقول انه ما صنعش الهرمون هو مرر من خلاله الهرمون يبقى دي نقطة مهمة قوي يبقى لو قال لك انا عايز منك هرمون عصبي يبقى انا روحت هنا هرمون افرازي يبقى انا جيت هنا خلي بالك هرمون افرازي اهو اللي فرز هو الانتيريور لكن لو قال لك هاتلي هرمون عصبي يعني خرج من الاعصاب لا ده الجنب مين اللي ورا يبقى خلي بالك متر كتين دول وهو ده اللي انا عايز ايواره لك في الصورة اهيه بص بقى الصورة دي اهيه باشا بص كنا معي الهايبوثالامس اهو اهو زي ما انت شايف اللي حصل الهايبوثالامس ماسك في البستيريور لوب في الفصل الخلف من خلال العنق اللي اسمه الانفانديم او الستوك العنق ده دوره يمسك مين بمين ماسك الهايبوثالامس معه البستيريور لوب ده ماسك في ده ده شابت في ده المخ متسبت في الفصل متسبت مع الفصل الخلفي طب والانتيريور وميدل اللي ايه باشا منهم يلعب بعم الانتيريور والميدل ما نهمش دعوة خالص بالبستيريور وهو ده الانتيريور لوب معه الميدل لوب طبعا هو الميدل لوب ما بيبانش زي ما قلتلك دول عنده حضرتك بنقول عليهم آدينو الايه للانتيريور والدي اللي في النص للميدل دول بقى بص الجملة حلوة دي produce and release produce and release يعني هم اللي صنعوا هرمونهم بنفسهم لو مش دعوا بالمخ الفصل امامي واللي في النص هو اللي صنع هرمونه بنفسه وخرجه لكن تعالا بقى على البستيريور شو اللي خرج بص 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 ايه ده 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 ايه ده شايف المنزر ايه ده خلية عصبية معاك من اول المخ لحد تحت هي دي اللي خرجت الهرمون هي اللي صنعت الهرمون عكس اللي قدام اللي قدام هو اللي صنع الهرمون بنفسه لكن اللي ورا هو ما صنعش هرمونات هو عدى هرمونات مين ايوه البخ عشكا بنقول عليها نيرو سيكريتوري سيلز نيرو سيكريتوري سيلز يعني خلايا عصبية افرازية اهي بص الهرمون عدى 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 عم بحضر من الانفانديبلم لبستيريور عشكا بنقول عليها هنا ايه بقى ستور اندريليز يعني هي مررت او خزنة الهرمون وخرجته فهمت يبقى تاني وبكده انا نفهمت قصتي بنرجع سريعا كده مع بعض احنا اتفقنا ان الماسترو او الماستر جليند بتيوتري هي تعتبر اللي بتزبط او بتفرز مجموعة من الهرمون بتتحكم في غضة تانية ومش كل الغضة زي ما اتفقنا وهنعرفهم في الاخر اتفقنا مع بعض ان هي تعتبر بالنسبالي موجودة فيهن في قاع المخ او بنيف زابرين ومتصلة بالهايبو ثالمس اتفقنا مع بعض كده سريعا اهي الشكلة مهم جدا هي تلت فصوص ثلاث فصوص قدام انتيريور وورا ومين في النص الميدل قلتلي خلي بالك الانتيريور والميدل مع نفسهم ادين اقا دين وايبوبس الايه انتيريور والدي اللي في النص الميدل هو ده عنده فالانتيريور والميدل له مع نفسهم هم اللي بيصنع هرمونتهم بنفسهم طب والبستيريور الورا عنده رقبة مسكة في المخ عنده ايه رقبة مسكة في المخ زي ما انتشوفت كده عند حركة اوه يبقى البوتيوتر الان ثلاث فصوص اللي قدامه واللي في النص ادينوهايبوفوس مع نفسه واللي ورا ماسك في المخ برقبه ده النيروهايبوفوس زي ما فهمتك اللي قدام بيفرس حكته بنفسه هو اللي صنع هرموناته وهو اللي خرج هرموناته لكن اللي ورا لا اللي عمل الهرمون نفسه مين خلية عصبية بنقول عليها ايه نيرو سيكرتور عصبية افرازية يعني ده هرمون خارج من خلية عصبية وبيمرر وبيعدي من خلال الرقبة ويخرج من البستولوب عشان ما قدرش قولك ان اللي ورا عمل هرمون او قولك اللي ورا خرج الهرمون عندي العصبي اللي جاي من المخ لكن اللي قدام هو اللي صنع الهرمون بالنسبة لي وهي دي كانت قصتنا لما ايجينا اتكلم اهو ان عندي two parts الادينو وايه انتيريور ودي في النص الميدل الانتيريور والميدل لوبس هم اللي بيصنعها هرمونات من نفسهم لكن القستيريور او نيرو هربوس هو عبارة عن القستيريور اللي ورا بالرقبة بتاعته الانفانديبلوم وده بيمرر هرمونات المخ عند حضرة طيب نكمل كلامنا نكمل الفكرة بقى شوف فقا القصة دي دي اللي انا اقولها النهاردة ان كل دي حاجات الوظائف ليا نهار سودي بيتحكم في العظم وطوله والعضلة بيتحكم في غضة الدراكية الحرق بيتحكم في الادرينا الجلاند بيتحكم في الرضاعة بيتحكم في النطج الجنسي بيتحكم في الطلق انك تولد او انك تولده طبعا انت ما نمتولدش بتحكم في الكلاه كل دي وظائف بيتحكم ايه فيها يلا بينا يلا بينا هنبتدي بأول هرمون من قدام من عند من عند من عند وده وده هرمون إفراسي بس لها معي القصة هرمون وده وده في النص يعني انا بتكلم هنا على الانتيريور والميدل لوب وده هرمونات افراسية مش عصبة يعني مش جامل مخ تخيل ايه ده دكتور مينة؟ ده بيفرز او ال جي اتش هرمون الايه؟ النمو يعني ده اللي بيخليك تكبر وتنمو اش كاب بقولك هو مسئول عن اطالة العضم والعضلة طيب احفظها ببساطة الراجل ده يا باشا الجروث هرموني جي اتش كل وظيفه بالبي بي 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 اهو كل وظيفه بالبي بي 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 ايه هم؟ بص الوظيفة الاولى بروتين سنسز طبعا صناعة البروتينات يا باشا جسمك ده عضلتك الاكتن والمايسن هو اللي صناعها بيصنع عضلتك بيكبرها لك يبقى هو مسئول عن صناعة البروتينات ثاني بي العضلت دي ماسكفي بعض بون جروث يعني هو بيكبر العضلات والعضم خد ثلاث حاجة فلو عضلتك وعضمك كبرت ما كل حاجة بجسمك كده بتكبر فيزيكال جروث ودي ثالث بي ثاني يبقى كل وظيفه بالبي بي 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 اسمعك ها؟ كل يظيفة الايه؟ بي 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 ايه هما؟ اول بي بروتين سنسز ثاني بي بون جروث ثالث بي فيزيكال جروث ثاني اول بي بروتين سنسز ثاني بي بون جروث ثالث بي فيزيكال جروث يعني هو بالبلة دي مسؤول عن نمو واطالة العضل وانه يكبر العضلات فالجسم كله يبقى كبير يبقى دي مهمة جدا يبقى هو مسؤول عن عملية الفود بيتابوليزم وجنعام عملية احتراق الاكل انه هو بيقدر ياخد الاكل ده كله ويستفيد بيه خلي الجسم ينمو والسنز تتقسم يبقى هو ثاني وظيفه بالايه؟ بالبي بي بروتين سنسز بي بون جروث بي فيزيكال جروث بس خلي بالك بعد ممكن الهرمون ده يزيد او يقل في الولد او البنت في الصغير او الكبير فيعمل اعراض حواراته بالاتش بالاتش يعني في مشاكل خلي بالك في مشاكل خلي بالك الريكاب بتاعك يبقى حلوة قوي هتلاقييني كاتب كل النوتس دي بالعرب في مشاكل في منه الهايبر وفي منه الهايبو وهايبو افتكر بالل بالو قصدي لو هايبو يعني لو هنا اتفرز بكميات قليلة هيبر يبقى كميات عالية طب السؤال بقى هنا لو اتفرز بكميات قليلة او اتفرز بكميات عالية اين ده هيحصل في حالة الولد او البنت الراجل او ست ان كان ادلت او شايلت اهو بتفرق من شخص شخص حسب الايه العمر تاني واحدة واحدة عبطة جدا جدا من الاول سيكا ها انا يا دكتور انت فهم تاني احنا بصينا على البيتوتر الجاند في اين جزء الادينوهايبوفيسس تبصيس على الانتير والميدل اللي همش داعوا بالبخة مش متصين بالبخة بيعملوا حاجتهم بنفسهم والادينوهايبوفيسس اول حاجة بتطلعها جي اتش بي 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 بروتين سنسسس بي بونجروس بي فيزيكال كروس طب الثلاثة بيدول طب افرد الهرمون ده بقى اوليل او كتير اوليل لو هايبو لو هايبو طب هايبر هاي بس بتفرق حسب الامر تعالي شو بقى اللي هيحصل اللي هيحصل لما العمر ايه يتغير هايبو هايبر بص بقى ديستوربنس انسيكريش ركز عشان هي دي الاسئلة تيجد بتحنات خلل عند حضرتك في الجروس هرمون طب انا هاخد اول شكل من الخلل الهايبو وهايبو يعني لو وتاني شكل من خلل هايبر يعني هاي فتعالي نشوفها مع بعض اللي هيحصل هنا طيب بص اسي هو بيقول لي لو احنا عنقول في يعني هو قليل في الطفل خلي بلك لو الطفل عند حضرتك نسبة الجروس هرمون في قليل ما تفرس بكمية كبيرة اللي هيحصل هيبقى إلا زئلة ونطممرش زئلة في نفسه عيل كده إلا في نفسه تلاقي كده هو مش نسبة الكعب اللي فيها بقى كزم كزم دوارفزم يبقى لو الطفل ما تفرس فيه كمية الكافية انه هو يبقى في جروس هرمون مش هان مكسر كده خلي بالكو دايما انت كثرة الاطفال يقولوا لازم الطفل ينام كويس لي بقى جروس هرمون بيتفرس وهو نايم بكلمات كبيرة ودايما مفروض يعني ان انت مفروض كنت وانت صغير لو انت يا لأ زئلة وقصار في نفسك بسبب ان مامتك بتسيبك تصهر كتير انت وباب ليه؟ ان حضرتك مفروض الصح تخش الساعة تسعة طبعا ما بيش حد فينا بنام تسعة بالليل صح؟ مفروض ان انت تخش الساعة هتسعة بالليل عند حاجة تخش اتنام ليه بقى؟ عشابال ما تخش في النوم العميق تبقى ساعة عشرة اقوى وقت بيتفرس فيه من عشرة اتناشهر بالليل دي دي دورة النوم بتاعتك فمن عشرة اتناشهر بالليل بينمو بكمية كبيرة جدا فبخليك تنمو فانت لو مش نايم كويس هتطلع اوزعة يا اوزعة هي دي الفكرة بتاعتها فخلي بالك انا بديك بس عشان تبقى دينية لزيزة جدا ومتنسانيش يبقى خلي بالك يا اوزعة انت اوزعة انا معرفش اذا بتكتب اوزعة بصراحة اوزعة اتمنى ان دي تبقى اوزعة فانت كونك اوزعة في نفسك وما ما تنمرش انا بس بفهمك بهرج معاك ان الاوزعة عند حضرتك او قصير القامة لما اقولك قزم دوارفزم قزم دوارفزم خلي بالك قزم دوارفزم اهي دي الفكرة بتاعتها يبقى لو قلف الطفل افتكرة قزم دوارفزم قزم دوارفزم طب لو قلف الكبر هتقولي يا دكتور مينا معلش انا ااسف ما الطبيعي بيقلف الكبر انت عمل تنمو انت شجرة انت ماكسموم اقصى حاجة واحد وعشرين سنة انت هتبقى طوب لو وصلت لها اصلا ان انت اصلا الطول بيبتدي وقفت درجية من بعد خمس شرس سنة ليه الهرمون بيقل فالطبيعي انه يعني الطبيعي لما يقل في الكبر ده حاجة طبيعية جدا فالطبيعي ان انت الطول ايه بيقف يبقى تاني وبكده خلصنا الهايبوسيكريشن يبقى الهايبوسيكريشن لو قلف الطفل قزم دوارفزم ولقلف الكبر ما ده طبيعي انه نمو ايه بيثبت طب العكس لو بقيت هايبر في الطفل هينمو اوي اوي ويطول اوي فيبقى عملاق عند حضرتها ضخم اللي هما زال عبت الباسكت دول ما شاء الله عليهم طول بعرضة كسرين اثنين متر واثنين متر ونص هالفكرة في كده يبقى تاني يبقى بوصي على المنظر يبقى لو انا قليل في او انا بيبي قزم دوارفزم ولو زاد في وانا طفلة يبقى عملاق tienit طب لو زاد في ال اه هو ممكن يزيد في الادلت اه ده خلانا المفروض انه مايزاتش المفروض انه مايزاتش فزاد ايه 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 academic aqua 20 زي الفنان يoir في مشهور 보면 اللي هو عند حداك اشرف المتاع الكبير قوي او بالنسبة لي عند حاج اللي هو جبت الترينكا ميخا تعلم من هو دوت اشرف ده قصته غريبة جدا ده يقول لحاجة اسمها اكرو ميجالي ايه الاكرو ميجالي ده كترة افتكرة ايه ايه خلل في جروث هرمون وانا كبير في ايه بقى بص بقسين المفروض عندي هوريك حتى صورة ليها قصة مشهورة او المفروض عند حضرتك ان الهرمون ده يقل اه وانا كبير بس مش يقل لدرجة ان يخفل انه مسؤول عن التجدد الجسم بس الغريب في القصة اللي حصل ما قالش زايد فابتدى يؤثر على عظم الصغير اللي في جسمك اللي على اطرافك فابتدى العظم الصغير يكبر العقل بتاعت الصوابع بتكبر اوي فايدك بقى الضخمة اوي اكبر من جسمك ابتدى يؤثر على صوابع رجلك ابتد تكبر اوي ورجلك تكبر اوي ابتدى اصلا عظم الصغير اللي في وشك فابتدى يكبر اوي فابتدى تشوهات بص تخيل الجميلة دي بقت في الاخر قبيحة وعلى فكرة اللي هي قصة مشهورة جدا الاكروميجي هي دي كانت حاجة اسمها اكبح امرأة كانت اا كانت شغالة في مستشفى وكانت ملك رحمة وكانت نورس لما ابتدت العلامات الاكروميجي اللي تظهر فيها اترفضت لانشكلة كان قبيح واشتغل في السيرك وطبعا السيرك زمان كان باستغول فريكس يعني الناس اللي هي قصة شكلها او عندها حاجات غريبة وكانت الناس تجي تحديفها بالطماطم طبعا اكيد انت عارف الكصص شغل اوليفر تويست ده بتاعة شارلس ديكنز والحاجات دي كان طبعا مفيش علم زماني في الحاجات دي كان فيه جهل فالفكرة في كده ان التخالي الجميلة دي بقى ده شكلها شكلها وملامحة اضغارت تماما ليه بقى لان فكرة الاكرو ميجي الايه اللي في الادلت ان جروث هورمون بيكمل فابتدى يكمل نمو العضم اللي على الاطراف او زي ما بنقول عليه السمول بونز ان هو اثر على العضم الصغر على فكرة ما اثرش على العضم الكبير لان جروث هورمون نثبته مش كافية ان العضم الكبير يكمل خلي بالك هو الفكرة ان مفروض الجروث هورمون زي ما قلتلك مع العمر بعد الواحد الاشتين سين عمال يقول لي السادر جايه هو معلش فخلاني العضم الصغر يكبر زي الكبير فبوص شكل الجسم لكن العضم الكبير مش هيكبر خلاص وقف لان العضم خبص في بعضه خلاص او فغير من حجم الايد الرجل الصابع واهم حاجة الفيس بونز فعمل دي فورميشن التشوه عمل تشوهات يبقى خلي بالك تاني تعالى نرجع بسرعة قصة البيتشيت رجلان حد مصن البيتشيت رجلان الماسترو الماستر وتقسمت ثلاث فصوص قدام ورون في النص ورقبة الفكرة ان الرقبة دي مسكة فيين مسكة بين المخ الهايبوثالمس والبوستيري اللون فقسمناهم نصين اقاق دينو هايبوثيس اي ودي الاي انتيري والدي اللي في النص الميدل ان الانتيري والميدل ما لهمش دعوة خلاص بالمخ طب والبوستيري اللي اللي رقبه مسكة في مين في الهايبوثالمس فبقى في الادينو هايبوثيس والنيرو هايبوثيس وقلت لك الادينو هو اللي عمل هرموناك بنفسه لكن النيرو اه لا استنى هو مرر الهرمون اللي جاله من المخ وده هو خزم خلي بالك اول هرمون عندي اسمه جروث هرمون وضيفه بالبي بي 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 بيалистيس بي 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 والدى بي بي وتفعي لكوعه وراثه بالاتش هايبرو هايبو حسب العظمى لو هنقول هايبو في الادلتちょلكف جده كده الاتش يبتدي الي ويقف طب لوBER في الادلتش يعمل شو عهدiba طب ولو كمل في الادلت هايبار في الادلت هيقصى عدم طويل لا مش قصى عدم كبير عدم كبير خلاص يا باشا ده كيبر بقى خبطين في بعض يكبروا فين تاني فهيقصر عظم الصغير البعيد المضطرف اللي ينفع يطول عند حركة فيبتدي يطول يطول ويطول ويعمل تشوى في الايد في الرجل ويتشوى في الوش عند حركة وبكده بنكون خلصنا الغروف هورمونز فاصل ونرجع مع بعض في بقية الهورمونز في البيتشوت رجلاني ورجعنا لكم يا دكاترة ويلا نكمل بقية كصتنا خلصنا مع بعض قصة الجروف هورموني اللي كل حاجة بالبي وحواراته بالإيدش تعالوا بقى نتكلم مع بعض عن حاجة مهمة جدا بتخرج من الانتيريور والميدل لوب وهي البتيوتري ترافن ايه؟ يعني ايه يا دكتور كلمة ترافن؟ ترافن يعني محفزات ستيميوليتور يعني دي حاجات ضرها تنشط غدة تانية تاني بتيوتري ترافن انت بتوصف حاجة هورمون هيشغل غدة تانية يعني دي اصدق الحاجات اللي بعدين الغدة ده هتشغلها ايه يا دي بصوا منظر عشان كده هي تقال عليها الماستر ايوه الله ينور عليه يعني دي هورمونات دورها تشغل غدة تانية طب ايه اول حاجة بصوا عايزك تفكها تي اس اتش تي اس اتش فك تي ثايرويد تي ثايرويد اس ستيميوليتنج اتش هورمون بالبلدي ده ده الهورمون اللي هيشغل السارويجلاند بتاع الحصة جايب الحدة ده ده هيشغل هورمونات الحرب يعني تاني اسمه عن ضحرك تي اس اتش انا عايزك تسهل الدنيا تي اس اتش ده اختصار لهورمون نفسه بوظيفته ان وظيفة الهورمون ده ايه هيشغل السايرويد جلاند فاسمه ثايرويد ستيميوليتنج هورمو اولي اسمي تاني ثايرو تروفين ثايرو جاء من كلمة ثايرويد تروفين يعني محفز السايرويد اهو ثايرو تروفين ثايرو تروفين محفز السايرويد يبقى تاني يبقى اول حاجة الثايرويد ستيميوليت الثايرويد جلاند توسيكريت يبقى تي اس اتش كل دورها كل وظيفته بتعمل هورمون دوره عند حاجة يشغل السايرويد جلاند هو ده تي اس اتش تنتوه يبقى تاني يبقى تي اس اتش ثايرويد ستيميوليتنج هورمون هورمون محفز السايرويد يبقى تي اسميوليتنج هورمون يعني فوق البولة اللي هو في مين فوق الكلة الادرينجلات سي كور تيكو سي كور تيكو مش فاهم ايه بقى القصة دي يا دكتور بص ما تعال فمالك بطريقة بسيطة واحدة واحدة كده معين بص اولا واحدة واحدة دي الكدني الكلة عندها اريدك تعتبر هي من الجهاز البولي كلام جميل كلام جميل فانا عايز غدة فوق الكلة هنا عاملة زي كاب فانا عايز اقول فوق فبقول ايه بقى ادرينل رينل يعني بولي اد يعني علوي فاسمها ادرينل او بنقول عليها صبرا رينل صبرا يعني برضو عالوي طيب فانا عايز اقول اني عندي هرمون هيخرج من البتيوتر جلاندي يشتغل فيها بس استاني بيشتغل علي اني حتة في الادرينجلاند تعال نشوف الادرينجلاند لما فتحناها لقيناها عاملة كده عليها اشرة خارجية ولب من جوه كنت حتى بقول لك دايما على فكرة سي من بره ام من جوه كورتكس من بره مضالة من جوه الكورتكس هي القشرة مضالة دي اللوغ باللجوه فهو بيعمل اي بقى الاي سي تي اتش بيشتغل علي كورتكس بس بيشتغل علي القشرة دي بيتحكم في القشرة دي ايه يا انت قلتك يا دكتور مينا انه ما بيتحكمش في اللجوه هو الله يفتح عليك وانا قلتلك مش كل حاجة بيتحكم فيه هو يتحكم على دي عشك اسمه ايه سي تي اتش ايه ادرينجلاند يعني هيتحكم فين في الادرينجلاند بس يتحكم في اني حتة في الادرينجلاند كورتيكو يبقى هيتحكم في الكورتكس طبعا يتحكم يعني تروفيك احنا قلنا تروفين يعني محفز يعني محفز القشرة بتاعت الادرينجلاند ادرينو تروفيك هورمون اهي يبقى ادرينو كورتيكو اهو استيميولات زي ادرينال كورتيكس هيتحكم في الاشرة بتاعت الادرينجلاند اللي هي فوق الكل اهي عشان تفرز هرموناتها عني طبعا هو بيتحكم في ان كانت الكلاب تريب مواشر غير مواشر ليسيبك منها دلوقتي هتفهمها قدام في الحصة الجاية يبقى تاني واحدة واحدة ببساطة دانية عبطة جدا ان انت بتقولي ان انا هعمل هرمون هيحفز غدة هينشط غدة في جسمي تانية خاص انته هرمون دا في هرمن اسمه times てيرويد ستيميليهيتjek هورموني thìم يبقى الثايرويد س تاق jours التاني اه حاجة اسمه طبعا قابل اكامه ايدرين��고 دي جاي من كلمه انٍ اللي فوق الكلة اللي هو الادرينجلاند سيشغل ايدرينجلاند هايشغل ايه بقى في الادرينجلاند القشرة اللي برا كورتيكس شيغل التروفيك انه هيشغل الادرينال Asheاي demokrat حلو قوي. طب في حاجة تانية ممكن نشغلها اه. في حاجة اسمها بقى الجونادوترافن. وجونادوترافن انت بتتكلم على محفز جنسي. انا بتكلم على لعبة التستس والاي? والاوفريز. منشط جنسي. هو دي بقى اللقبة. ده اسمه الجونادوترافن. اللي هو هيستيمولات الجونادز. هيشغل هينشط التستس في المين? والاوفري في الفينيين. وهنا بيديني مجموعة من هرمونات. هرمون اسمه FSH زي ما نفهم. اللي بنقول عليه هرمون التبويد. وهنفهم الكسة بتاعته وهتفهمها حلو قوي النهاردة معي. وتحفظها وتفهمها اكتر بقى. واليوتانايزنج هرمون اله. هرمون عند حالتك بالنسبالي اه يعتبر بنسميه الهرمون المتفجر او بنقول عليه يعني بالنسبالي هرمون اللي بنقول عليه اه محرر البوايدة. وهنفهم برضو القصة دي. وفيه بقى البرولاكتن و بنسمه برو يعني هينتج produce. ولاكتن يعني اللبن. هنشوف كل الحاجات دي دلوقتي. يبقى تاني يبقى هو هيشتغل على الهودة التانية. برا عن TSH بتاع الثيرويد جلاندو. برا عن STH بتاع الادرينان كورتكس ده فيه هرمونات هتشتغل على التستيس والاوبري. هنا ان كان ال FSH او ال اله او البرولاكتن. طب تعالى بقى نفهم بقى مع بعض القصة عندي. ببساطة شديدة جدا. بص بقى. دي هكتبها لك قوي ومهمة وهتلاقي في الركاب عندك. بص. FSH يعني ايه? ها? FSH Follicular او Follicle Stimulating Hormone. هرمون محفز البيضات. محفز التبويض. اقول لها ساعتك اه. بص بقى سين. ال FSH ده اول مرة اكتشفناه اكتشفناه في الفيميلز. ولقناه كمان في الميلز. هتقول يا مستر ههونا ببيض. هقول لك استنى. بص بقى سين. واحدة واحدة. القصة بتقول لي يا تكاترة. لما مسلا ييجي دكتور. بيكلم مع قبل راجل وست ما بيخلفوش. اول حاجة الطوبة منهم تحليل FSH وللاش. ايه بقى الحكاية? لان هو دول منشطات الجنس ايه. الفكرة بقى بتقول ايه? بص يا سيني. ان في الست عند حضرتك. البيضة او البويضة يعني خلانيا بس نتكلم بالشياكة. انا مش قصدي حاجة خالص. خلاني ندخدها ببساطة. مش هنقول بويضة والكلام. هنقول بيضة. انا عندي بيضة. ال FSH ده دوره ايه يا دكتور? الستة عندها حاجة اسمها الدورة الشهرية. المنستر سايكل. ودي دورة كل 28 يوم. الدورة دي مفروض ينضج فيها بويضة واحدة. بيضة واحدة بالبال دي تستوي. تكتمل. كلمة تكتمل هنفهمها بعد كده قدام كتير قوي. ان هي بيحصلها عملية سال ديفيجن. الميوزز. انها بدل تقن. تبقين. الدينية اسم النص. مش كالسطة اللي التي خالص. ولكن قول اللي علينا دلوقتي. ان ال FSH كل دوره انه هو يقدم بويضة جاهزة. بيضة جاهزة. بيضة اكتملت. استوت. استوت يعني استوت في السيل ديفيجن. انا تلاقي بيقولك كده بالبال دي بعدين. عشان نبسط الدين. فانا عندي ال FSH بيعمل ايه؟ فلوكيلر. فلوكيلر يعني بيضة. ان انا كل دوره يديني بيضة جاهزة. جاهزة اني يقابلها بعد كده سبيرم. جاهزة لفيرتوليزيشن. جاهزة اللي بعد كده الحمل. فالفكرة في كده. فجاهزة يعني تعمل سيل ديفيجن. يبقى انا عندي البيضة بتاعتي عند حضرتك. انا عاوز اجهزها. انا عايز اسويها. بس استنى. اي بيضة لازم تكون لها اشرة. اللي هي الفلوكيلر. فلوكيلر فلوكيلر يعني حويصلة او كيس. بالبالة دي. ال FSH كل دوره يديني بيضة بالاشرة بتاعتها. ايه؟ بيضة بالاشرة؟ اه بيضة باشرتها. ايه بقى بيضة باشرتها دي؟ فاهمني. انه يعمل ايه؟ ايه؟ انه يبتدي يخلي البوايضات تنضج. ولما تستوي وتكمل تتشينجي تو ايه؟ تهتحول لحاجة اسمها جرافين فلوكيلر. هو هيصلة جراف. تتحول لحاجة اسمها GF. واخلي بالك. يعني في الفميل كل حاجة بالف. بالاي يا اخوة؟ بالف. ان الفميل هتعمل اي؟ هتديني بيضة باشرتها. اهي. الجي اف. فالف FSH في الفميل بالف. انها تديني حاجة اسمها جي اف. جي اف دي عبارة عن ايه دكتور? ان انا عندي البوايضة بتاعتي اهي? اللي استوت ونضقت. وعليها اشرة اهي. دي اسمها جي اف. على فكرة فهمك حاجة? بس مش عليك خالص دلوقتي. الاشرة دي مهمة جدا. جدا بتاعتي البيضة. ليه بقى? الاشرة دي ده كاترة. بالنسبة لك بتندق هرمون اسمه الاستروجين. هرمون الاستروجين. وهرمون ده مهمة قوي. معنى ان البيضة تندق وتكمل وتستوي. يعني معنى كده ان جي الوقت انها هتخرج. فكرة الاشرة انه بيفرز هرمون اسمه الاستروجين. هنكلم معنى قدام. بيحضر الرحم انه يملأ بالدم. ليه? لو البيضة لما هتخرج. هتزرع فين في الرحم? هينمو الجنين فين في الرحم? هاي الفكرة. فدي فكرة الاشرة بتاعتها. يبقى ما تنساش. القصة بعبط بعبط. الفلوكولر استيمياتي جرمون. الاف اس اتش. الاف اس اتش في الست بيديني بيضة بقشرتها. بيضة بايه? بقشرتها. بيضة بقشرتها تعني ايه? ان البيضة بتنضج بتعمل وتكمل وتستوي تبقى الجرافين فلوكول. بتديني بيضة بقشرتها. عند حضرتك اهو. ان انا جروث اوف اوفاريان فلوكول وتتحول الجرافين ايه فكرة. طب هو انا يا دكتور بابيد? لا. انا عندي كل حاجة في الراجل بالاس. بالايه? بالاس. يبقى انا هلعب عالاس دي. ايه بقى? انا ما عنديش بيد. انا عندي حاجة اسمها? العب. السبيرم. انا عندي سبيرم بالاس. بيمشي ويلعب في انبوبة اسمها سيمينفرستيبيول. يبقى هو اللي عمل لحاجات دي. يا لهوي. يعني هو في الراجل يختلف عن الست. في الراجل هو اللي اداني اللي سبيرم اللي بيلعب في السيمينفرستيبيول في الانبوبة. انابيب الخصية او انابيب التسلس عشان يتحرك. يعني هو اللي صنع الاسبيرم. وهو اللي صنع السيمينفرستيبيول اللي بيمش فيها الاسبيرم. في الست هو ما عملش سبيرم هو عمل الاوبم. البيضة باشرتها. عندها حاجة. فيهمته الفكرة بقى تاني. عبيطة جدا وتفهى. بسط التاني. الكده انا بتقول لك ايه? الافس ايتش موجود في راجل والست هو عرغم من اسمه هرمون الطبويت بجد. بس هو موجود في مهم الاتنين. بس هو ما اكتشافه في الست الاول. فهرمون الطبويت هو طبعا لنسبة ان هو بيظهر في الست الاول. الافس ايتش كل دوره يدي للست بيضة باشرتها. الافس ايتش في الفيميل بالاف. هيديني بيضة باشرتها اسمع ايه? جرافين فالك الجي اف. قلت لك الاشرة دي مهمة لان هي بتفرز هرمون بيساعد الرحم يوم لابدان. طب في الراجل انا ما بابتش. انا عنديش اف انا عندي ايه? 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 عند حضرتك مش اف. اهو بس بالمنظر اهي. اول حاجة يا دكترة اهو امشي معي. الفوليكولر استيميوليتنج هرمون. اف ايه ايه ايه. في الفيميل بالاف. اف اللي هي يمين انه اوفاريان فالكين تو. جرافين فالكين. اللي بنا دي بيعمل حاجة اسمها? جي اف. هاي. ادي البيضة بتاعتي اللي استاوت. وادي الجي اف بتاعي. اهو. البيضة وعليها اشرة. طب في في الراجل انا عندي كل حاجة بالاس. سيمينفرا ستيبيول. وسبرما. سبرما هي هي سبرما توزوات. يبقى هنا كل حاجة بالاس. اهي شايف ما تشايف كده? شايف دي? دي اسمها السيمينفرا ستيبيول. قنوات بيلعب فيها مين? السبرما هاو. هادي الفكرة. يبقى تاني. يبقى الاف ايس اتش. لو هتقول في ميل كل حاجة بالاف. اف بيضة باشرتها الجرافين فالك. ولو في الراجل احنا ما بنبتش يا باشا. احنا كل حاجة بالاس. سبرما توزو. عبيتها جدا. شايف الحتة اللي بيعدوا يصحوا فيها ويصوتوا. اهبل ملهبل يا باشا. حتى الدورة الشاربعة كده سافة جدا. انا عندي بيضة عايزة سوية. عايزة خليها تندق. يعني تتقسم. طب اتقسمت. خلاص كده. يبقى استاوت. يبقى كتملت. وعشان البيضة تكتمل لازم تبقى بايه بقشرتها. عشان تفرز هرمونات تساعد الرحم يبلى بالدم. في الراجل انا ما عنديش بيض. انا عندي سبرم معانتي. حلو. خش على ال ال اتش. محرر البيضة او مفجر البيضة. ليه بقى بنقول كده? افهم ساعد. خدني على الهادي. ال اتش. ال اتش. ما قلتلك الهرمون دي توصفت الاول على اساس الست. بس هي موجودة في الراجل والست. اسمها محرر البيضة. يعني محرر بايضة. يعني هتخرجها من اشرتها. تحركها. تضحرجها. تخرج. فك الجي. فك الاشرة. فبص بقى اللقطة. اهي عبيضة جدا. في ميل. هعمل ايه في الفيميل? بالل. اهو انت عندك ال. هعمل لبريت زي ايه? او فك اهو لبريت فك الجي. تبقى سي. اه اسمع بقى الحتة دي. فك الجي تبقى سي. يعني ايه? يعني حضرتك هتخرج البيضة من قشرتها. فلما فك الجي تبقى سي سي. اللي هو حاجة اسمها الجسم الاصمة. ان البيضة لما بتخرج القشرة دي بتفضل موجودة. وبتفضل تكمل في افراز الهرمون. بستعن الهرمون ما بقى قوي اسمه بروجستيرون. ده هرمون تثبيت الحمل. ان الاستروجين في الاول بيملع رحم بالدم. لكن اللي بيكمل معي اول طرح في الحمل هو كوربس ليوزم. السي. يبقى تاني. بوسوا بقى المنظر. فك اهو. فك الجي تبقى سي. ان الجي اف. يبقى حاجة اسمها سي ال. اي سي ال بقى. الكوربس. يوزم. سهلة جدا. تاني من الاول. عبيطة يا دكتور مينا وفهمتها. بس هنعيدها تاني مع بعض. يبقى انت فهم تاني. الف اس اتش مع الست بيديني بيضة بقشرتها. والبيضة بقشرتها يعني ايه? ان انا عندي اوفم بقشرتها. اسمها ايه بقى? جي اف. جرافين فولكر. يبقى تاني انا اتفقت معاك. اف اس اتش في الفيميل. هيديني بيضة بقشرتها. هيديني حاجة اسمها جي اف. جرافين فولكر. والبيضة دي بقشرتها مهمة جدا. ان هي اللي بتفرز استروجين بعد جد. طب بعد كده يجي ال 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 ا اتش. فكي جي تبقى سي. اللي بريدزا اوفم. ال ال اتش? اللي بريدزا اوفم. حرر البوايضة. ولما حرر البوايضة. خلي بالك. يبقى انت هتعمل حاجة اسمها الجسم الاصفر. الكوربستيضون. اوريه لك صورة اهي. بص المنظر. ادي يا باشا. اهي. ادي البيضة بقشرتها. وخبه لك. ادي البيضة الشريطة. بص بقى المنظر خرجت اهي وتحررت. شاف الجسم اللون ايه? اصفل. فك الجي تبقى سي. هو ده الكوربس ليوتم. هو ده الكوربس ليوتم عند حضرتك. يبقى تاني. يبقى في تكيرها حلو قوي. يبقى الف. الف في vessel. الف في السيد. Scaleful female fsh في female كل حاجة بها. عمل أبيضة بكو شريطها اسمها graphene falmin. طب في LH Librate. فك الشيه تبقى سي. اهو في الفي ميل بالل. ولن يعني لبريت زا اوفم فوق الجي تبقى سي يعني ايه عمل حاجة اسمها كوربس ليوتون السي ال الجسم اللي ايه اصلا طب هو انا اصلا بقى في الراجل ولا عندي جي اف ولا عندي سي ال اصلا انا ما ببيتش. انا ما ببيتش. فايه بقى القصة? هيعمل حاجة مميزة جدا ده كده. حط على الشرطة. حط على الشرطة. هتبقى ايه. حاجة اسمها انتر استيشيال سيلز. يعني ايه انتر استيشيال سيلز? خلايا بينية. يعني ايه بينية افهمك. التستس بتاعتنا احنا كذكورة بتكون فيها انابيب كتيرة جدا. اللي احنا سألنا اسمها ايه? اللي انابيب دي. اللي انابيب دي بينها خلايا اهو. هي دي. هي دي اسمها انترستيشيال سيلز. عشكها اسمها الخلايا البينية. يعني بين الانبيب. خلايا بينية. بينية يعني بين الانبيب. طب. الخلايا البينية دي ايه وظفت افتكارها? تي تي تي. صح? انترستيشيال سيلز فيها بقى التلاتة. هل بتعمل هي بقى? برضو حاجة بالتلاتة تي. تي ستستيرون. يام هاريسيد. يعني هي اللي بتفرز الهرمون الزاكري. اه. يعني لو مفيش اللي اتش يا دكتور مينة. مفيش الانترستيشيال سيلز اللي بتلاتة تي. مفيش التستستيرون ابو تلاتة تي. يعني مفيش بلغو جانسي. يعني هي اللي بتعمل تي تي تي. اهو. ما تنسهاش يبايد القصة بتاعتها يبقى قوعة تنسى الحكاية تاني من الاول قصة ال LH وال FSH اعبط ملعبة تاني من الاول انت ال FSH في الفيميل كلها حاجة بال F هتديني البيضة بقشرة اسمها ايه GF البيضة وعليها القشرة اللي بتفرز الاستروج زي ما هنعبق قدامي في الراجل ما عنديش بيضة انا عن ضحرك او ما انا عندي كل حاجة بال S سبيرم بيلعب فين في السمنفرستيبيول زي في الانابيب بتاعت التستس عندي طب استنى ال LH قصتها عبيضة LH محر البيضة LH في الفيميل خرب البيضة ولما تفكي ال G هتبقى سي فكي ال G تبقى سي هيعمل حاجة اسمها الكوربستريتوم القشرة هتفضل موجودة لانها بتفرز هورمون اسمه البروجستروني اللي بيثبت الحمل طب انا بقى فى الراجل انا ولا عندي اصلا جي ولا عندي سي وما لها هعمل ايه انا هعمل لك خلية بين الانابيب اسمها انترستيشيال سيزة حطها عالل شرطة طبق اي انترستيشيال سيزة وهتعمل حاجة بالتلاتة مهم اسمها ايه تستستيرون هتعمل حاجة اسمها ايه تستستيرون ودي مهمة جدا 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 للبلوغ الجنسي اتفهمت يا شباب اتفهمت يبقى هي كده انا بصتها لك ببساطة وحتى هتلاقي الركاب في كل القصص دي اهي ان في الميل حط زى ما اتفقنا حطها على الال شرطة تبقى اهو عمل ايه انترستيشيال سيزة انترستيشيال سيزة بتلاتة ايه عمل بتلاتة ايه المسؤول عن السكندري سيكس كرد ايه زي ما انت شايف كده شايف الخلالة في النص دي هي دي انترستيشيال سيلز عند حطها دي الخلالة البعينية اللي بين الانبيب وبعض عند حطها طيب اخر هرمون وكده احنا تمينا الستة اللي قدام خدنا الجروس هرمون خدنا خدنا الاخر واحد رقم ستة برو جاي من كلمة برو جاي من كلمة برو ديوس برو جاي من كلمة برو ديوس ملق صانع اللبن ده صانع اللبن عند حطها خلي بالك او مش هيخرج اللبن هو بيخلي اهو لو ده بيخلي عند حضرتك دي اسمها الماميريان جلانس غدد الامومة او الرضاعة خلي بجمل حتة دي مهمة جدا ان البرولاكتن بيتفرز او بيظهر في الحمى اوش كده دايما بيحصل على انها ظاهرة اسمها التفدي للانسة الانسة بيبتدي السدر او الثادي بتاعها يكبر حمى وده لان الغدى دي بتنضج بتكبر جدا وبتصنع اللبن بس اللبن ما يخرجش وخلي بالك الماميريان جلاند داك يعني اجزوكراين خلي بالك هتخرج اللبن بس اللبن هنا بيفضل موجود ما بيخرجش يعني هي بيبقى السدر اها بيتقل في الوزن اللبن عندي فخلي بالك متر الكات دي يبقى لو قالك الدينو هرمون صنع اللبن صنع هقول له برولاكتن وافتكيرها برو بريديوس ما خرجش هو صنع اللبن لسه نشوف مين اللي خرج اللبن صنع اللبن برولاكتن او هرمون من الادينو بياثر على الاكزوكراين برضو نفس الكلام او عند حرك هرمون بياثر على غدى ما بتفرسه هرمون برضو الاكزوكراين فهمت؟ اتمنى اكون فهمتها لك ببساطة نرجع بسرعة كده عن القصة يبقى التروفينز زي ما اتفقنا ان هي عند حضرتك بالنسبة ليه التي اس اتش اللي اشتغل على سيرويد استيملياتي هرمون اي سي تي اتش اشتغل على الادرينال كورتكس الاشرة اللي برا في الادرينجلان قلنا الاف اس اتش عندهاك الاف في الفيميل كل حاجة بالاف لاني اداني بيضب الشروطة اسمها جي اف جرافين فالاكل في الراجل انا ما عنديش بيض اصلا عندي اس سبيرم في السبرماتو اه في السمنفرس تيبيولز اله لبريتزا اوفم انا خرجت البوايضة بتاعتي وفك الجي تبقى سي زي ما اتفقنا الكوربس ليوتون الجسم الاصفل ده مهم جدا في التزبيط الحمد في الراجل انا ما عنديش اصلا ولا جي ولا سي او ما انا عندي انترستيشيالسيز حط على ال ال شرطة انترستيشيالسيز بين القنابيب في خلايا مهمة جدا بتفرس تلاتة تي تستيستيرون واخيرا برو لاكتن من اسمه برو لاكتن برو ديوس ملك عندي تفهمت؟ 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 وبكده بنوصل لاخر جزء في حلقتنا البورت الجاي وهو اللي وراه الانيرو خدنا الادينو بالستة هرمونات فضلنا الانيرو ابو هرمونات فاصل وارجع لك تاني وارجعنا لك اي دا كاترة وفي اخر جزء في حلقتنا ويلا نبص من وراه تقولي بص من وراه اه بص من وراه البشتيرير لوب بالانفنديبلم جاي من عند الهايبوثيرا بس اللي هو الانيرو هايبوثيرا ركز بقى معايا اهو احنا متكلم عن هرمونز بتاعة الانيرو هايبوثيرا عند حركة وطبعا اقولك نيرو هايبوثيرا يبقى انا بتكلم على الانفنديبلم بالنسباني زي ما انت عارف وبتكلم على البوستيريور لوب بالنسباني طيب وهي دي الصورة حتى بين اهي اهي ادي عندي مجموعة من الخلايا العصبية اسمها الانيرو سيكريتوري سيلز اهيت والانيرو سيكريتوري سيلز دي نزلة لتحت زي ما انت شايف كده اهو بالنسباني اهوت بتعدي من عند المخ وبتكمل معايا في العلق الانفنديبلم وبتخرج هرموناتها من البوستيريور لوب وطبعا زي ما قلت لكم هم هرمونين اتنين هنحكيهم عن الانفنديبلم اهو نرجع لكلامنا يعني يعتبر الشق العصبي هو هرمونات بتصنع من الخلايا العصبية اللي في الهايبوثيرا وبتتسمى الخلايا دي باسمه ايه؟ نيرو سيكريتوري سيلز على سنية نيرو يعني هي عايدة على الاعصاب مش على الغدة نفسها هي عايدة انها اعتبر خلايا عصبية غددية عندي طيب تعتبر بتوصل للنيرو هيبوثيس يعني بتوصل للبوستيريور لوب من خلال وبتخرج على الدم على طول او عيني زي ما احنا عارفين طيب تعال بقى نكمل كلامنا بالنسبالي ونشوف ايه بقى قصة الهرمونات داية اول هرمون اسمه ADH او VB خلي بالك بقى من كلمة دي قوي ADH لما نفكها A-Anti-D-D-Diuretic Anti-Diuretic Anti يعني ضد دي معانا كلمة ضد؟ طيب Diuretic جام كلمة diuresis بالبلدي البيبي التبول ضد التبول اه ضد البيبي يعني مش عايزك تخش الحمام اه دي معانا ضد التبول يعني دوره انه يمنع ان انت تخش تعمل البيبي كتير بيحافظ بالبلدي على نسبة السوايل في الجسم بس ليه اسم اتاني برضو غريب بالدم VB VBV VB 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 فكرة هرمون هرمون ضد التبول طب هرمون ضد التبول يعني ايه ضد التبول بقى ده السؤال لنا بسأله بس سين الفكرة كالقاتي ابتدت بقصة بسطة جدا اني منسوب الميا في الجسم قال اي ممكن السبب كان يعني انا عندي الجسم اهو تعني ادخل حضرتك اهو شاب رياضي ابتدى نسبة الميا تقل في الجسم اهو ده حضرتك اهو انت الطالب بتاع سنوية عمل المباهة دلوقتي فابتدى لقيت حاجة غريبة ابتدى نسبة الميا تقل في الدم كمية الميا في الدم بتقل بتقل ليه ممكن لها اسباب كتر جدا ممكن اكون بعرق ممكن اكون برجع برجع اه طبعا لما حضرك بترجع بتخرج ميا من جسمك ما انت بترجع ميا سيء ممكن تكون حضرك عندك نزيف يمرج ان مثلا عند حرارك بالنسبة لي يعتبر اعمال تنزف الدم بيفتفق الدم ممكن تكون بتعمل مجهود ممكن تكون مثلا فيه ادرينالين اتفرس فبتحرق ايا كان في حاجة اثرت عليك حاجة اثرت بتعرق فالماي بتخرج من جسمك كتير بترجع ففيه ميا كتير بتخرج من جسمك نزيف عمال انزف عند حرارك ففيه دم فقدته بميا بعمل مجهود عالي جدا برضو انا فقدت ميا قادريني عالي المهم في الاخر كل دي اسباب تخلي الميا تقل في الدم فالمخ بسرعة يطلع من ال ا دي اتش فكرة ال ا دي اتش اي بقى يحافز على الميا منسوب الميا في الدم يتحافز عليها كل فكرته يحافز على الميا اللي في الدم هي دي دورها طب يحافز عليها زايد الميا خربت اسمع بقى يبتدي يعمل اي بقى دا كاترة بص بقى طبعا لما الميا تقل في الدم يبقى معنا كده تركيز الاملاح في الدم ابتدت ايه تزيد يعني اوزموتيك برشير ابتدى يجع لها وده اللي يخوف المخ ان في حاجة غالط تاني الميا لما قلت في الدم ابتدى يزيد تركيز الاملاح اللي في الدم او ابتدى الاوزموتيك بتاع الدم يزيد خلبك اوزموتيك بتاع الدم يعني تركيز الاملاح ابتدى عند حركة يزيد دول سببين مهمين جدا يخلوا الايدي ايش يشترك يعني تاني بص المنظر انا دلوقت عملت مجهود عرقت رجعت نزفت ان كان عرق كل ده ادى لان المي قلت في الدم مي قلت في الدم ابتدى تركيز الملح يزيد وبتدى اوزموتيك برشير يعني فدور الايدي ايش يعمل ايه يرجع كل حاجة لمكانها يعمل ايه بقى يروح على الكيدني يروح على مين الكيدني يعمل ايه في الكيدني بقى يعمل جملة مهمة يزود ايه يزود ايه دكتور مينا يعني ايه المية اللي كانت هتخرج في البيبي ما تخرجش يرجع المية تاني للجسم ما انا قلت لك هو ضد البيبي ما هو البيبي ده في مية وفي املاح وفي يوريا انا مفكرني من الكلام ده انا مش عايز ايه حاجة يغير ايه المية فالمية اللي كانت في الكلة وهتخرج في البيبي ترجع تاني فلما ترجع تاني كده المية ترجع للدم مضبوطة بس استنى قدام كلمة في كلمة تانية اه طبعا ابتدى كمية البول تقل فالبول ابتدى بقى مصفر مركز ليه ميته ليلة واملاحه عالية فقدام كلمة انكريز في كلمة ايه ديكريز يورين فالبوليوم يعني بالبلد يبقى مركز عندها هي دي القصة بتاعته عبيضة جدا وهوريت كل الجرافاتها يبقى اللي حصل تاني كل القصة ان انا عندي ايه انا عندي المية قلت في الدم ولما قلت في الدم بقى نسبة المالحة عالية في الدم قلت في الدم بسبب عرق بسبب ترجيع بسبب نزيف بسبب مجهود بسبب ادرين ايا كان قلت المية عند حركة المية اللي قلت بالملح عالي والاوزموتك بريشور بتاع ضغط الدم عالي جدا فلما المية قلت والملح يزاد تركيزه ابتدى المخ يقلق عند حضرتك فيعمل ايه يعمل ايه يجري على طول بالادي اتش يعمل ايه يعمل ايه يعني عمل ايه شفط المية من الكدن اللي ابعليش بقى بعد اذنك حات المية دي كلها المية اللي عندك يا كدن ما تطلعهاش في الببية انا محتاجها فسحب المية اللي في الكدن اللي رجحها للدم فبقى منسوب المية يرجع تاني فكل حاجة ترجع لمكانها مفيش بقى خلاص ان الملح يزيد طب المية اللي شفطها دي البول كده بقت ايه قدام المية اللي اخدها البول كميته بقت قليل وبقى مركز فقدام كلمة increase water absorption بقى فيه decrease urine volume بس غريب بقى مع كل الحكايات دي يزهر قدام الاد اتش كلمة اسمها في بي فازوبريسن ايه فازوبريسن يعتبر الاد اتش وهو بيتحرك للكده بيعدي في الشرايين هو ماشي في الدم فبيخلي الشرايين تبتدي تضياء تضياء بقى تضياء فلما الشرايين تضياء يا دا كاترة تعال انا ادخل خرطوم مية وضغط عليه ضياءت وضغط يزيد عشك اسمه فازوبريسن انه بيضياء الشرايين عندي حضرتك كان نعم كده اهو بيضياء الشرايين عندي هدي بيعمل حاجة اسمها بيضياء الشرايين بيضغط على انها تضياء فالضغط يبتدي يزيد وهو دا قصة اهي بوص بقى تاني انكريز ديكريز انكريز 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 انهو عمل ايه اول ما ادي اتش عمل ايه ها عمل انكريز ري ابزوبشن بوطا شافط المية منين ميك كدني نيفرم اهو اول ما المية ابتدي التقل عند حضرتك في الجسم المخ يسكت لا تيجي البتيوتري جلند بسرعة تفرز فعمل اول حاجة انكريز الربزوبشن بوطا شافط المية طب لما شافط المية من الكلا بقى البيبي قليل عكسها تيجي كلمة ديكريز ديكريز مين اليورين عاشك اسمه ضد التبول لان بقى البيبي قليل فمش هتخش حمام كتير طب قدام كلمة انكريز ديكريز تزار انكريز تالتة وهو بيعدي ضغط عشرين فالضغط ابتدى يزيد عشان كده يعتبر علاج للزواتد ايه الضغط الواطي عشان كده هو بيشتغل على حاجتين ضغط قليل ومية قليل اهو شغال معك في اي حتة اي حتة دي يعني حاجتين وشغال معك فين في الكدني وشغال على مية قليلة وضغط واطي دور ويزود المية في الجسم ويعل الضغط في الجسم يبقى تاني عبيطة جدا تأثيره ايه انكريز ديكريز انكريز اسمعك ها انكريز ديكريز انكريز انكريز ووتر ابزوربشن المية اللي قلت ترجعت على تاني في الجسم ايه كان قلت بسبب ايه بس المية اللي قلت تزيد تاني طب هو وجبها منين شافاتها من الكده انكريز ووتر ابزوربشن اعادة امتصال مية اللي كانت تخرج في الكده هاتيها تاني انكريز ووتر ري ابزوربشن طب بسببها ديكريز وفيول كمية البول قلت والبول بقى مركز ومسفر ومعها كمان انكريز بلاد بريشر عند حضر اهي عشان كده بص معايا كده اهي ايدي اتش زاد يبقى الووتر ري ابزوربشن زادت يبقى حاصل ديكريز لليورين فوليوم احنا قلنا انكريز قدامها ديكريز ما انت لما ترجع المية للدم هيبقى البول قليل والبول لو قليل يبقى مركز يعني فيه صليوت كتير اهو هاي يعني فيه صليوت عالي فيه ملح عالي عند حراك ويوريا عالية طب استنى طب لو الايدي اتش قلب يبقى المية مش هترجع للدم ولو المية ما رجعتش للدم يبقى نسبة البول عالية بالبلد هايبقى ايه مخفف عند حراك يبقى كده تركيز الاملاح قليل هايدي الفكرة يبقى يدي القصة عند حراك يبقى تاني عبيطة جدا وسهلة جدا يبقى الايدي اتش لو زاد انكريز ديكريز انكريز لو الايدي اتش زاد هايعمل انكريز الووتر يابزوشل فديكريز لليورين فايبقى كده البول مركز جدا وفيه املاح عالية جدا في المقابل لو العكس لو الايدي اتش ما تفرس المية هتخرج يبقى البول في كمية كبيرة من المية ويبقى مخفف عندي بالنسبة لي اهي ده بقى الجرافات بتاعتك كلها يا باشا بصت شافت دلع والله مدلعك انا عايزك تبقى شاف كل الجرافات انت عندك 13 جراف على فكرة في الملزمة سهلة جدا تفهى انا مجمل حملك في ايه يا طالع يا ناسي ما هو يا ضايرك تاين ضاير طيب خلي بالك لما بقرى الجراف بقرى الاكس للايه للواي الله يكرمك انا عارف ان انت بلح في الحتة دي يعني بقرى الاول الاكس للواي فهو بيسألني سؤال العوامل المؤسرة العوامل المؤسرة على الايدي اتش يعني ايه الحاجات اللي هتخلق ايدي اتش يزيد او يقلي انا متفى معك الايدي اتش عشان يتفرز يعني مية قليلة ده اتفاقنا اقول الايدي اتش عشان يتفرز مية قليلة فدعنا نحسن انت المية عشان تقل هعمل مجهود يبقى كل من المجهود يزيد الايدي اتش يزيد للمية قلت هفرز ادرينالين ما دي برضه معناها حرق مجهود نسبة الملح في الدم عالية ما هو لو الملح عالي في الدم يعني مية قليلة شوف كل حاجة بتدل عن المية قليلة نزيف عرق ترجيع ما هو كل ده في الاخر يعني مية قليلة هاي الفكرة في كده عملت مجهود فرزت ادرينالين نسبة ملح عالية في الدم ترجيع نزيف او عرق كل ده معناها مية قليلة طب العكس الحاجات اللي لو زادت الايدي اتش يقل لو ضغط الدم عالي خبك بقى ضغط الايه الدم لو ضغط الدم عالي هو ميتفرز انه هو دوره انه هو يعلي الضغط فلو ضغط عليه هو ميتفعش يعلي لو هو عالي هيفرق على الشرعين الكحول والكفين نعم اه الحاجات دي بنقول عليها مدار للبول يعني الحاجات دي تعتبر بتخرج البول لما بتشرب قهوة كتير تخش الحمام ليه بقى المواد السامة او المسهرات او حتى الكحول دي حاجات لازم تخرج من جسد المخ بيبعايز اخرجها لان المواد سامة بنسب عالية فدي تخرج البول كمية الدم او كمية المية ما لو كمية الدم كتيرة او المية كتيرة يخرج ليه هو بيخرج عشان المية يقول ايه لا يبقى ركز معي بقى في الاسباب يبقى عملت مجهود كتير فرست قدرين كتير ملح عالي في الدم رجعت عرقت نزيف كل الحاجات دي لو كتيرة يعني المية بقيت قول ايه لا يعني هيخرج ايدي ايش طب استنى ضغط عالي ما ينفعش يخرج لو ده خرج هيفرق عشرين عندي كحول وكافين دول يا دكتور لازم يخرج وبرج اسم عشان السموم يبقى ما يدي ايدي ايش متفرست لو المية كتيرة خلص يبقى يخرج ليه عندي نفس الكلام طب استنى لو عكسنا بقى بص الفن لو خليت الاكس هو الايه الايدي اتش والعنصر يعني الايدي اتش لما يزيد ايه اللي يحصل هنا اهو مع زيادة الايدي اتش شوف انا بقرأ من تحت الفوق يعني الايدي اتش عايزيد ايه اللي هيحصل كل ما الايدي اتش يزيد كمية المية اللي في الدم هتزيد اهو دي اول حاجة المية هتزيد في الدم وحاجة تانية ضغط الدم هيزيد يبقى الضغط هيزيد والمية هتزيد ده كل ده فين؟ في الدم بعد ده اتفاقنا هو شغال عضغط واطي ومية قليلة فبقى الضغط عالي والمية كتير نسبة الملح في البول هتزيد لان البول بقى مركز ركز بقى في الحيط دي قوي ما هو انت قلتلي انت سحبت المية من البول فكمية البول بقى تقليلة مركزا يعني انت كل ما تزود الايدي اتش هتسحب مية اكتر فالبول يبقى مركز اكتر او في املاح اكتر وزيها برضو ممكن يقولك يعني ممكن نزود دي كمان تركيز الاملاح في البول هيبقى عينة برضو طبيعي طب مين هيقل مين عكس كل ما الدي اتش يزيد يقل نسبة الملح اللي فين بقى المرة دي ايوا في الدم ليه بقى لان المية بترجع فالاملاح بتقل يبقى هيدي الفكرة حاجة تانية كمية البول نفسها قلت يبقى هيدي الفكرة فهمت المنظر يبقى تانى يبقى بساطة وشديدة كل ما الدي اتش يزيد الضغط الدم يزيد المية اللي في الدم بتزيد تركيز الاملاح اللي في البول بيزيد طب وعكسها كل ما الدي اتش بيزيد تركيز الاملاح اللي في الدم بيقل ان المية عالي وكمان كمية البول بتقل يبقى خلي بالك كده انا جمعت لك كل الجرافات في حتة واحدة عشان ما اتلغبطش يبقى تانى اللي قديتش عشان يتفرز مية قليلة وضغط قليلة ده اللي مطلوب منك ما تنساهمش اهو مية قليلة وضغط قليلة لو الضغط قليل والمية قليلة يتفرز طبعا القلك حلو كفين كده كده عشان ايه مواد سامن طب المية لما تقل ايه معناها برضه يعني عامل مجهود عالي يعني فرز تقدرين ايه يعني الملح تركيزه عالي يعني فيه نزيف او ترجيع او عالي كل دي عوامل تخلي الاد اتش يزيد الاد اتش زاد شايف تتقلب بقى الاية اد اتش زاد يعني الضغط بيزيد يعني كمية المية بتزيد في الدم طب ما هو كده يبقى تركيز الاملح في البول بيزيد ليه؟ لان المية قلت في البول نحن قلنا خط المية فالبول بقى كميته قليلة بقى مركزة ثم المين اللي قال الملح اللي في الدم بيقل بيخف لان المية رجعت وكمية البول بتقل اتفهمت؟ اتمنى تكون فهمتها خلي بالك الصياح اللي عليها ولا ليه اي لازمة عند حركة يبقى خلي بالك هو اشتغل على ضغط واطي ومية وليلة على الضغط وعلى المية عند حركة انه عمل انكريز انكريز عند حركة ان البول بقى مركز بس في مية وليلة ودي القصة هي كلها كان باختصار عمل ان كان كان او ان كان ابتدى يخرج في الدم وراح عمل فالبول بقى قليل ومركز عندي اخر هرمون بيتفرز برضو عند حضرتك بس قبل ما نقوله في حتة بنكة معرفة مهمة اسمها دايابيتس انسبيديس الديابيتس انسبيديس الديابيتس انسبيديس دا يا دا كاترة خلي بالك منه دا بنسميه حاجة اسمها السكر الكاذب السكر الايه الكاذب بص مريض السكر في مشكلة هنفهمها في الحصة اللي بعد الجاية مشكلته ايه دا كاترة انه هو عند حضرتك عنده سكر بكيمات كبيرة اوه في الدم وعايز اتخلص منها فمين هيتخلص و sham نوع الكلة فالكلة هيتخرب السكر دا كله باوي time اذا رح جلس السكر دا دي اض compounds للع terme في جام مريض السكر �이 مريض السكر هي بيخش الحمام كتير يحب يحب كل السكر مع المي بالبلا دي السكر بيبقى داير في المي طب حلو ابي بيخش حمام كتير فبينتج عنه انه بيفق مياه كتير فبيحس بالعطش دي حالة السكر او مريض السكر حاجة اسمها ديابيتس ميلايتس ديابيتس ميلايتس اني عندي سكر عالي قوي في الدم فالكلة بتحاول تخرج السكر زيادة دايف في المياه هي دي القصة طيب بيقولك بقى في حاجة اسمها السكر الكاذب واحد ودي بتيجي في المتحنة دي بيخش حمام كتير جدا وحاسبه عطش مستمرة بس لما قاس نسبة السكر اللي اها مضبوطة طب اللي بيخرج ما يكتل ليه مشكلة في الـ ADH مش شغال كويس مفيش حاجة بتحافظ على البول اهو خلل في الـ ADH فبسببه من البيتيوتر جلاند ادى الى ايه اهو ديابيتس انسيبيديا السكر الكاذب السكر الكاذب ان الشخص دا بيعاني من تبول مستمر وليه لانه ما بيحافظ على المياه بتاعته عند حضرتك فبالتالي عمال يخرج البول بكميات كبيرة دا اليوتيوب ان فيها مياه كتيرة جدا فبتمل المسانة باولية او اليونير بلادر كتير 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 فبخش حمام كتير وعش كده برضه بيحس بالـ ايه؟ بالثورست بس هو في الحقيقة السكر بتاع مظبوط المشكلة مش في السكر يبقى دي القصة ان مشكلته في الـ ADH يبقى تاني خلينها اسكية قصة الـ ADH ان ممكن يديك حالة مشابهة للسكر ان لو ما فيش ADH ما فيش حاجة تحافظ على المياه فيش حاجة هتاخد المياه من الكلة فالكلة هتوقت تخرج 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 في المياه فالبول بيبقى عندها بيتميني بسرعة في المسانة باولية فبخش حمام كتير جدا عندي هذه القصة بتاعتها باختصار شديد طيب نيجي بقى الاخر هرمون زي ما قلتلك وهو الاكستوسين وافتكروا بالـ C الكبيرة اكستوسين السي كبيرة الطلق الولادة هو ده بتاع الولادة عندها حرك اكستوسين افتكروا ابو C كبيرة السي كبيرة عندها حرك فخلي بالك اكستوسين سي اكستوسين بتاع السي كبيرة بصها ده كده القصة بتاعته عبيضة جدا متفعل دي اكتخيل والله يعني عمر ما نساعد المين مش ناسي هالا احنا كنا متفقين مع الدكتور النساء بتاعنا قبل مكرس وميريام يشرفه كان عندنا عند حضرتك متفقين ان احنا هيتولده يوم 29 تسعة 2019 كان عجبنا اول ديت دوتا طب هو يعني الدكتور كان بيتنبأ لا خلص هو الدكتور قال انتو حابين يولده امتى خلاص اطفال رئة بتاعتهم اكتملت والدنيا حلوة فمش محتاجين نكمل اكتر من كم انت تحب امتى مادام كان عجب نرمين اول ديت بتاع 29 تسعة 2019 وانا بصراحة قلت له بص انا عايز الولادي اللي تولده بالليل انا مش هلغي درس مش موت وخراط ديار المهم فحصل ايه نرمين بتصحيني فجر يوم 28 انا دايما بحب قبل منزل شغلي بحب دايما احضر حصتي ولو عايزة راجح حاجة واحب بصحة كده على رؤياني ولكن سبحان الله ايشاء القدر فجر 28 نرمين بتصحيني اللي حصل سمع صوت تك تك اللي هو الكيس اتفتح والمية نزلت هنفهم بعدين المية دي كصتها ايه وحكايتها هنعرف ان احنا الجنين بيعيش في مية والمية دي لما اغزل بتبتع وبعدك هنفهم بلو دي كلها بعدين فروكتاكش ومش كصتنا نقعد نتحك فيها برضه فمره واحدة الكيس بتاع كارلوس اتفتح وبكده المية نزلت كده حان وقت الطلق الاكستوسين الاكستوسين لازم يتفرس في جسمها دي الوقت بسرعة من الهايبوثاروس ليه؟ لان الطفل دوت عندنا حضرتك بالنسبة لنا لو المية قلت معنا كده ان هتبتدي يتنفس كلنا عارفين ان الطفل لازم بسرعة يتولد عند حالك ليه بقى؟ لاني لازم ياخد سبانكايا كده ياخد على التوتا حضرتك كلنا خدنا حاجة اسمها شهقة الحياة روح تعمل كده اول ما هو راح مديك على التوتا روح تنت معايا هتعمل كده ففتحت الرئة ولكن هنديك التخيل للقصة النيرمين كانت في حاجة اسمها هارد ليبر يعني اكستوسين متفرس بكمية كبيرة فالمفروض الدكتور يوح عملي يضرب لاحو انا في الظهر انا عايزه لك بقى الفجر في كل القصة دي انا كنت فين انا روحت حلقت ورجعت لها طبعا احنا كرجالة نجوم قوي في الحتة بمنتهى البرود هي يعني بتولد وانا كنت مهتمة بالعيال وقلت بقى ايه؟ يعني مش موتو خراب ديار جاي بقى فوتوغرافر ومزبطين للقوضة انت فعايز اطلع شكل شيك بقى قدام العيال يفتكروني بها طبعا ولكن مش قصتنا يعني مني مش نسيها لي اصلا المهمة عند حضرتك بالنسبة لنا هي دي قصة الاكستوسين اكستوسين هو هرمون مهم جدا لازم يطلق وقت الولادة ولو مش كافي لازم الدكتور يتصرف ويدي كمية كبيرة منه عشان اطلق ايه اكمل وفكرة اطلق او الاكستوسين هو بيحفز عضلات الرحم انها تعمل ايه؟ تضغط بتزق العيال انه يخرج برا الرحم هي دي الفكرة بتاعته عشان ينفع يعيش اهو فافتكرها اكستوسين بالسيك كبيرة اكستوسين السيك كبيرة افتكرة عشان الرحم الكبير فهو دايما بيفرز وقت الولادة بنفعش يتفرز قبل الولادة لو عمل قبل الولادة يعمل اجهاد لانها يطرد الطب بالذات في الولادات المتعسرة دايما الجينيكولوجيست يعني ده كترة النساء بيستخدموه عشان يعمل بيضغط على عضلات الرحم انه يطرد الطفلة عندي طبعا سبحان الله غير السي يعني غير الوظيفة دي ده بيقول حاجة غريبة جدا الطفلة اول ما يتولد لازم يتحط على صدر ممطم نعم اه طبعا ليه بقى دي اول حاسة جنسية بين الام وطفلها او الرضيع بتاعه ودي بنقول عليها الحاسة الستة حضرتك سبحان الله احنا ماشيين والله والله العظيم بدعوة امنا وابونا دول دول نعمة نبيرة عندنا يعني تخيل بقى بص الام بتبقى مربوطة طبيعية انت عارف لما تبقى داخل مصيبة انا مداخل مصيبة لايه ماما رفع اسال لايه سماعة تقولك ايه انت داخل مصيبة انت انا اللي انا عليك في حاجة هتحصل انت انت انا متوغوش عليك هي دي على فكرة في ربطة قوية بين الام وابنها على فكرة غيره انه تكون في الراحة بتاعها لحقيه بس في ربطة جنسية انه الطفل اول ما بتحطها على السدر بتاعها او الثادي بتاعها بيبتدي يعمل ايه بيبتدي يعمل عملية مص للحلمة اول ما يلمس الحلمة دي فيها اشارات للمخ ان الطفل خرج يبقى جيه وقت تتخرج من اللبن وده الاكستوسين نعم يا لها وسبحان الله شوف معجزات ربنا فعلا معجزات جو جسمنا ان الام دي خرجت الطفل وخرجته ازاي ان المخ شايف ان الطفل اكتمل فهيخرجه دلوقتي من راحة بس في نفس الوقت عايز يخرج له المم تخيل يعني انت الطفل خارج وربنا رزقه باللبن شوف ربنا ما بينساش حد رزقه باللبن ازاي ان اول ما يتحط على سدر الام تبعط اشارات للمخ ما دي جلد ده احساس اشارات للمخ تقوله اكله لازم ياكل فيعملي بسرعة يبتدي يدفع باللبن عشان كده اسمه دفع اللبن ارس عصر على الغدد ان اخرج يبقى صنع اللبن عشان كده عمل حاجة اسمها التفدي اللبن يبتدي يملأ السدر وهيبتدي يخرج من السدر اهو سبحان الله وفيعمل معجزات المميزة جدا في البيولوجي انه طبعا زي ما تشايف كده يعني ده طبعا كان احساس نرمين معي ان هو خرج اللبن من ماماريانجلاند وقت بداية الرضعفة سبحان الله ادى القدرة ورزق البيب بتاعنا عشان كده احنا ما ممتش وربنا ما بينساش حد بجنبها اماني يعني يمكن سبحان الله هي ملهاش علاقة طبعا بالمنهج بس ده اللي عزي اصولوك ان ربنا ما بينساش حد وعمره ما هينسى تعبك على فكرة نفيش حاجة اسمها تنسى تعبك خالص ودايما زي ما اقولك في كل فيديو بس ايد مامتك بس ايد باباك وشكرهم بجد هم تعبوا كتير قوي شوف يعني ماما تعبت قدية عشان انت تكبر وبابا بيتعب قدية بجد وقولولهم صلولي يا رب يعني اقفوا معي وصلولي ان ربنا يقف معي وربنا يا ابني ما بيسيبش حد يعني ما سبكش وانت لحنة حمره واي سبك دهاتي انت كبير مفيش كلام ده خالص بص على نص كوبال مليان هذه الفكرة في كده دايما ده مبدئي حتى لو ما فيش نص مليان في نظرك اشكر ربنا على صحتك اشكر ربنا ان انت عايش اشكر ربنا ان انت موجود اشكر ربنا ان انت واقف على رجلك اشكر ربنا ان في فلوس حتى في البيت دوت انت قدر تتعلم غيرك مش عارف يتعلم ا فخلي بالك يبقى دايما الاكستوسين بالنسبالي هو هرمون الطلق بالسي الكبيرة بالكونتراكشن وده بيضغط على الراحم النوتروض الطفل ويضغط على الثادي الميرينج لندون يخرج اللبن بوس ما معايا زي ما قلتلك الحيطة دي مهمة جدا وده بنك معرفة علاقة البرولاكت الاكستوسين بعد الولادة الغريبة يا سبحان الله زي ما قلتلك ان اول ما الطفل عنده حضرتك بيبتدي يعمل ساكلينج للنبل او ما بيبتدي يمص في الحلامات بيبعط اشارات للمخ زي ما قلتلك فيبتدي المخ يعمل بقى دلوقتي يطلق اللبن ماش ده وقت الرضاعة او وقت الولادة طب ما هوم انا ممكن قعد اخرج لبن من السيدة الحامل او المرضاعة ممكن سنة قدام او سنة ونص الطفل لسه ما تفطمش فالقصة بقى في كده انه كل مرة الطفل يتحط على صدر الام يبتدي عنده حركة يمص في النبل بيبعط اشارات للمخ المخ يبتدي يطلق الاكستوسين انه هو يبتدي يزوق اللبن ده غير ان البرولاكتن بيفضل مستمرة فالقصة عنده حركة اهو ان الاكستوسين هيفضل يفرز كرد فعل من الايه لو الطفل متحطش على صدر الام اللبن مش هيخرج عشان كده الام مش هتفضل خرج لبن والسلام لا اللبن هيخرج لما الطفل يتحط على صدرها ويبتدي المخ يحس ان في حد بيمص اللبن طب اقول لك حاجة مش هتصدقها ليه دايما الستات ده تريند دلوقتي موضع لازم 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 يولده طبيعي ولازم لازم يردعه مش عشان الطفل عشان يخسه بسرعة عشان جسمها كأنسة يرجع زي ما هو هتقولي نعم اقول لك او ليه بقى يا باشت عم فكر فيها كونها بتردع طبيعي ولادها كونها بيفرز الاكستوسين طب والاكستوسين زي ما بيخرج اللبن عشان الست بتردع بيضغط على الرحم انه يرجع حجمه الطبيعي فيصغر يصغر 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 بسرعة وانك الرحم يصغر بسرعة والفاجينة تصغر بسرعة كل حاجة ترجع لوضاعات طبيعية فالست تخس بسرعة ودي نعمة من نعم ربنا الرحم ما ينفعش يفضل كبير ليه بقى انا عايز اقفل عليه خليبك الست بتوقع تنزف الرحم ده عمالي خرج في دم فلما اقفل عليه كده انا بقلل نزيف وبقلل الفرص اللي ممكن تبقى مصابة بحاجة هي الفكرة في كده فالقصة عندي اني بيقولك ايه اني كمان فكرة ان هي تردع الست كتير هتخلي الرحم ينكمش اسرع اهو هتؤدي احنا اتفقنا ان بتاعة الرحم عمالة بتاعة انقبض مهراح ان ده مش يفضل كده واسع لازم يرجع مكانه لازم يفضل كبير لازم ترجع تصغر تاني زي ما هي قبل ما تحمل فعشان يرجع تاني لازم تفضل تردع عند حضرتك عشان يقدر يرجع لحجمه ويستوب بليدينج عند حضرتك وسبحان الله معجزة من معجزات كتيرة جدا في البيولوجيا عندك وبكده بنكون خلصنا عند حركة تمنى تكون حصة لزيزة جدا وحلوة جدا واستمتعك انا نفس استمتعت بيها يا رب كون انت استمتعت بيها واشوفك في الركاب بالتوفيق انا نسان بيكو ايدا كاترة وفي حلقة جديدة وركاب جديد ويلا نبتدي مع بعض ركاب الهرمون طبعا احنا اتفقنا لفترة دي اتخدنا ركاب مهم جدا او قصة مهمة هنرجع عليها وهي البتيوتري جلاند يلا بينا يلا بينا طبعا في صورة قصة مهمة جدا انا ملخصها ركاب بتاعنا بس قبل ما نقراه كده مع بعض تعالى نلخصه واحدة واحدة سريعا انا اعلمتك حاجة مهمة جدا في البتيوتري جلاند المميز فيها اتقسمت نصين ازاي لو انا عايزة اتخيل معاك القصة سريعا انا عندي فص امامي وفص في النص وفص ثالث مهم جدا خلي بالك بقى ان الفص الثالث ده في حكاية مهمة فيه بالمنظر ده كده ان انا عندي اهو اللي قدام الانتيري الانتيري اللي في النص المدل واخر واحد البوشتيري قلت لي خلي بالك الفص الوحيد اللي متصل بالمخ البوشتيري من خلال عنق اسمها الرقبة اللي انا قلت لك عليها دي او الستوك فبقى عندي قصة مهمة جدا القصة دي بتقولي يا دكتور مينا ان الانتيريور والميدل ملهمش اتصال مباشر بالمخ شغالين مع نفسهم فقلنا ايه انتيريور ودي في النص فقلنا ايه دي الادينو هايبوفيسس يبقى هي دي معناه الادينو هايبوفيسس هو الشك الافراضي ما تنسهوش يبقى ال ايه ودي في النص الادينو هايبوفيس اللي هي الحتة دي ايه طب الناحية التانية البوستيريور بارت بالإنفانديبلن متصلين بالهايبوسالامس فقلنا عليها نيرو هايبوفيسس اللي بنقول عليه الشك العصبي ده الجزء العصبي عند حضر يبقى تاني بص معايا كده ادي جزء افراضي ودي جزء ايه ادي جزء عصبي يبقى خلي بالك في الحتة واحدة واحدة اني انا البتيوتريجلان تلات فصوص اللي قدامه في النص ملوش دعوه بالمخ ودوت الادينو هايبوفيسس واللي عندك وراء بالرقبة بتاعته متصل مخ ده اسمه نيرو ايه هايبوفيسس طيب انا عندي الادينو هايبوفيسس فرز ست هرمونات شوفو انا بجمع بقى معاك اما النيرو هايبوفيسس فرز هرموني خلي بالك من الحتة دي طيب مين هو الستة يا دكتور مينا فرز معايا الجي اتش فرز معايا البرولاكتن وفرز مجموعة من التروفل زي تي اس اتش زي الاي سي تي اتش زي عند حضرتك الاف اس اتش وزي ال ال اتش هما دول الهرمونات كلها اللي اتفرزت من الادات طب من الورا هما اتنين ال اي دي اتش او زي ما بنقول عليها ال في بي و الاكسيتوسنت طب تعالى نرجع سريعا كده كل واحد منهم يلا بينا يلا بينا بص يا سي انت قلتلي في ال جي اتش شوف انا برجع معاك هو بحفظك على الرغم ان هي موجودة معاك ال جي اتش كل حاجة ها بال بي يعني ايه كل حاجة بال بي وظيفة كلها بال بي ابتدي معايا واحد اول بي بروتين سنسز ده اتفاقنا اتنين بون جروس نمو العضل تلاتة فيزيكال جروس ها ادي خلصة القصة كل حاجة بال بي بروتين بون فيزيكال جروس طيب مشاكلها المشاكل بال اتش وفي اتش وانا صغير و اتش وانا كبير قلتلي في حاجة اسمها هايبو يعني قليل وهايبر يعني كتير فتعال نشوف كده مع بعض قلتلي لو قليل وانا لسا بيبي لو انا لسا تشالد و قليل يبقى اسمها دوارف دوارفز يعني كزم دوارفز يعني كزم وقلتلك لو هو في الادلت مفيش مشكلة كده كده الطبيعي انه يقل طب لو هايبر في الاتشايلد لو في الاتشايلد هايبر هيبقى جاينت عملاك طب ولو في الادلت اه لا استنى ايه 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 ادلت اكرو ميجالي اسمع صوتك اكرو ميجالي اني انا عندي ايه ادلت ايه اكرو ميجالي والاكرو ميجالي ان العظمي البعيد جدا اللي هو الصغير يكبر 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 وبعد ما يكبر عند حضرتك يبتدي بالنسباني يغير ويعمل تشوه ايد كبيرة رجل كبيرة واهم حاجة جمجمة ضخمة خلص يا بشا كل قصة الجي اتش اهي طب عندي هرمون تاني كان اسمه برو لكتن ومن اسمه برو جاي من كلمة ايه برو بروديوس برو بروديوس البي اهي بروديوس بروديوس ايه ملك من اين من البي برضو او الماميري انجلان فخلي بالي البي برو بروديوس ده عمل سكريت لكن ما خرجش يعني انا عندي الماميري انجلان ده اهي بالنسبة لي اهي هو انتج اللبن بس ما خرجهوش خلصنا كده ميش دي ايتش وخلصنا كده من البرو لكتن عنده حضرتك اللي بعد عندي المحفزات اللي بيفرز هرمون يشغل هرمون تاني اول واحد من اسمه تي اس اتش يعني ايه تي اس اتش سايرويد استيميولاتينج هرمون دي معناها يعني محفز الغدة الدركية بيحفز السايرويد جلاند انها تشتغل الهرمون التاني عنده حركة ايه سي تي اتش لما اجا فكها ايه ادرينو وكلمة ادرينو جاي من كلمة اد يعني اعلى يعني الكلة اعلى الكلة اللي هو غضة الادرينجلاند بس السي دي مين كورتكس يبقى هو بيحفز قشرة الادرينجلاند انها تشتغل طب جينا بقى بعد كده في حاجة اسمها اف اس اتش وحاجة اسمها ال اتش افكارك اف اس اتش معناها اصلا فولاكل استيميوليتنج هورمون ده اصلا هورمون التبويض هو انا ببيض لا يا باش اقول تالك ده اسمه هورمون التبويض عشان تبقى انت فاهم طب ال اتش ليوتانايزنج هورمون يعني ايه ليوتانايزنج هورمون يعني محرر البويضة بيخرج البيضة بالبلد طب انا اتفققتي معك اتفققتي عشان ابقى مذاكر ال اف اس اتش في الفيميل كل حاجة بال اف كل حاجة بال اف يعني ايه هيديني بيضة باشرتها هيديني بيضة جاهزة باشرتها هادي الفكرة فاكتبها النفسك كده ال اف اس اتش بيضة بالاشرة يعني ايه بيضة بالاشرة انه عمل كلاتي زي ما اتفقت معاك انه هو عملي الاوفارين اتحولت لجرافين فوليكل ده اللي اتفققنا عليه عند حضرتك ان البويضة نضجت او بالبلد زي ما قلتلك البويضة استاوت والبويضة هنا البيضة بتاعتي استاوت باشرتها فخلي بالك فعمل حاجة اسمها في الفيميل جي اف ما تنساش يبقى تاني يبقى ال اف اس اتش هرمون الطبويض الطبويضة عندك ان الدني بيضة باشرتها الدني حاجة اسمها جي اف فكل حاجة في الفيميل بال اف جرافين فوليكل عندها جي اف طب في الراجل هو انا ببيض لا يا باش انا ما ببيضش هما لانا كل حاجة عندي ايه انا كل حاجة عندي بل اس ليه بل اس هو بدل ما يديني بيضة هيديني اسبيرم فهيعمل حاجة اسمها اسبيرم وده بيلعب في ايه بيجري في حاجة اسمها السمينفراس تيبيول اونيبيبيات دايما الاسبيرمس في انابيب دي اسمها انابيب عندها حضرتك يبقى تاني يبقى القصة بسيطة جدا في الست كل حاجة بالف في الراجل كل حاجة بالاس فانا عندي الاس الاسبيرم والاس السمينفراس تيبيول اللي انابيب لكن في الست انا عندي الاف والاف البيضة اللي استوت البيضة اللي نضجت بقشرتها الجرافين فولي طب ال ال اتش عملي ال ال اتش يا دا كاترة استنى في الست من اسمها ال ال يعني خروج البيضة خرجت طب استنى لما خرج البيضة من الاشرة فك الجي تبقى سي فك الجي تبقى سي الجرافين فولكت تتحول لحاجة اسمها كورباس ليوتم الجسم الاصبع فك جي تبقى سي انه عمل حاجة اسمها سي ال ال الكورباس ليوتم الجسم الاصبع يبقى خلي بالك يبقى الجي اف اتحول لي سي ال اهو يبقى ال ال اتش محرر البيضة خرجت من القشرة فك الجي تبقى سي خلصة القصة طب في الراجل انا ولا عندي بيضة هتخرج بقشرة ولا من غير قشرة امال في الراجل ايه اللي حصلت قالك حط على ال ال شرطة فتبقى اي حط شرطة يعني حط شرطة العب على الاي ايه الاي ده بقى وخلي بالك لما تلاقي تلاتة تي بتلاتة تي يعني تلاتة تي 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 يعمل حاجة اسمها تستيرول برضو بتلاتة تي الهرمون الزكرة خلصت يا باشا الهرمونات الامامية يبقى انا عندي تي اس اتش شغل السيرويجلاند اي سي تي اتش شغل الادريال كورتكس اف اس اتش اداني بيضة عند حرك بقشرتها وهنا الجي اف في الميل ما عنديش بيض انا عندي اس سبيرم في ال 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 اتش خرج البيضة وفراج الحط على ال ال شرطة تبقى انترستيشيال تستيستيرون. طب تعالي بقى على الهرمونات الباقية. اللي ورا. انا عندي حاجة اسمها الاكستوسين. الاكستوسين عند حضرتك ده ايه قصته? يا باشا ده بالسي كونتراكشن. ده السي كبيرة هنا. ليه بقى? ده كونتراكشن بتاعمين? بتاع اليوترس الرحم. اطلق. ده اطلق عند حضرتك. فخلي بالك من الحتة دي. بتاعته كبيرة. وده بيستخدم في الولادة. وخلي بالك. في الولادة عند حضرتك. دايما 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 الولادة المتعسرة مستنى في الاكستوسين صناعي. ولكن زي ما هو عندي عمل عمليه طرد للطفل زنق او بيزوء الطفل. ده كمان بيعمل حاجة اسمها. ده هو اللي خرج اللبن عندي. يبقى خلي بالك يبقى هو اللي خرج اللبن. لكن ما صنعش اللبن عندي ساعة. طيب اخر حاجة هرمون يسموه وخلي بالك يعني ضد يعني ضد عند حضرتك. يعني هو مش عايزك تخرج البول. تحافظ على المية. يعني بيبي قليل عند حضرتك. بيبي قليل هو ده في كرة. بس لي اسمي تاني. يعني عالي الضغط. يعني الضغط يبقى عالي عند حضرتك. طب فهمني اكتر يا باشا فهمك. انا عندي دلوقتي الانسانة ها. ايه اللي حصله? المية قلت في جسمه. لووووتر. ايا كان المية قلت لي انا معرفش. ممكن يكون بيعمل مجهود. ممكن عشان الادرينالين. ممكن عند حضرتك بالنسبالي بيرجع. ممكن يكون عند حضرتك عنده اسهال. كل دي بلاوي عندك. ممكن يكون عنده نزيف في عملية. ممكن يكون بيعرق كتير الجوحر. اي حاجة المهم من المية اللي في الدم بتقل. فلما الدم يبتدي يقل بس يشتغل هاي دي الفكرة بتاعته. ان ايا كان المية قلت. والمية قلت يعني معنى كده الدم بيقل. فيبتدي يشتغل. وخلي بقى لك الجرافات بتاعته مهم. هيعمل كلها بمنطقة ببساطة. القصة كالقاتي. هيروح للكدني. هيروح لمين? للكدني. هيعمل ايه بقى في القصة? هيقول للكدني هاتي. المية اللي في البول. فهيبتدي المية اللي في البول تروح لي فين? للدم. طب تعالح سيبها كده. المية بتدي تزيد في الدم. كده تركيز الملح ابتدي يقل. الاوزموتيك بريشار ابتدي يقل. في مقابل بس بقى الحتة الجاية. في البول المية قلت. تركيز الاملاح زايد. البول بقى مركز. في ازموتيك بريشار عين. بالبلة دي الدم بقى مخفف. وهنا بقى هيدي الكصة بتاعته. ببساطة بيشتغل على ماء وليلة وضغط واطي. يعلى الماء في الدم ويعلى الضغط في الدم. هيدي الفكرة بتاعتها. اهو. هيدي بقى الكصة اللي انا قلت لك كلها. ايدي الهايبوثارامس. منتصل بالبستيريور لوب من خلال الامفانديبلم. وده الجزء العصبي. الناحية التاني الانتيريور لوب بالميدل لوب ده ملوش دعوة بالجهاز العصبي. اصلا دايما الانتيريور لوب زي ما قلت لك بيتصل بالنسبة لي مع نفسه. ده الادينو ايه? هايبوفيسز زي ما شايفة هو? في مقابل ده اسمه خلي بالك انت سيطرت على الحاضر والمستابع لكن ما تعرفش تسيطر على الماضي. خلي بالك ايه باست دي عند حضرتك? في خمس غدد ما بيتحكمش فيهم. البي بانكرياز البي طب بصيلي كده على الهرمونات بتاعتنا اهي. او الهرمون الجي اتش. والجي اتش جروس هرمون. كل حكته بالبي بون جروس. فيزيكال جروس. مشاكله بالاتش. ايه مشاكله اللي بالاتش? في هايبو وهايبر في الاطفال. يدور في وفي اتش هايبر في الادلت ايه? ايه? زي ما قلت لك. طب البرولاكتين. من اسمه برو لاكتين. برو ديوس. برو برو ديوس ملك. واخدنا مع بعض التروفيك هرمون. والتروفيك هرمون لو هتتكلم معي في التي اس اتش. فده هيشغل السيرويد جلاند. ولو ايه سي تي اتش هيشغل الادرينا الكورتكس. طب والاف اس اتش. في الفيميل كل حاجة بالاف. هتعمل لبيضة. وفي الراجل انا ما عنديش. انا عندي ايه? هيعمل هيعمل انا اسف طب والل اتش. زي ما اتفقنا في الفيميل الليبريت. الليبريت. فك الجي تبقى سي كوربس ليوتون. وفي الراجل حط اي او حط الشرط على الالة طبقة معناها. انت ستستيرون عندي. طبعا لما جينا الناحية التانية لقينا عند حضرتك كالاتي. وخلي بلك السي كبيرة. السي كبيرة. ليه كبيرة عشان و هيعمل مرك و الحران عشان في الكلاة تمام. معك في اي حتة. مية قليلة ضغط قليل يعلي اهو. شغال في مية قليلة. وضغط وافي. اللي عمله سحب المية من البول. ودها الفين للدم. فخلى الملح ابتدى عند حضرتك يبقى عالي والمية تبقى قليلة. اهو. فالبول بقى قليل. فمقابل المية بقت في الدم كتيرة وتركيز اقل. بس خلي بالك هو كده اقلل لكن ما قللش البلد برشار. البلد برشار عالي. وبكده منكم خلصنا الركاب بتاعنا سريعا وسهلة وبسيطة. ومارين بايو عضي عبيطة. عبيطة يا ده كترة ما تقلقش. شد حيلك واشوفك في الكاب جديد.